بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وتغطية خاصة عن سفر أو وصول وصول بحثة فريق النادي الأهلي إلى القاهرة بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بالأمس بنتيجة 2-0 مباراة جيدة أداء ونتيجة وجماهير النادي الأهلي مبارح صنعت الحدث على ملعب استاد هزاع بن زايد في أبو ظبي وبالتأكيد حدث كان كبير جدا ونتيجة وأداء وشكل وأسطورة سطورة جماهير الأهلي مبارح في الملعب كانت حاجة مهمة وحاجة كبيرة جدا بالفوز بكأس السوبر بعد مرحلة كانت فيها صعوبات وتحديات كانت كبيرة جدا أمام كل أعين الجماهير الأهلوية والجماهير المصرية في كل مكان صباح السوبر صباح الانتصارات صباح الفرحة فرحة مصر وفرحة الشعب المصري بالتأكيد بتبقى واضحة بنسبة كبيرة لما الأهل بينتصر ولما الأهل بيكسب سواء في البطولات المحلية أو حتى في البطولات الدولية والقرية السوبر اللي اتحقق بالأمس ده السوبر رقم 12 ونحن هنا بنتكلم عن أرقام غياسية بتتحقق حتى في أحدث البطولات اللي بيتم استحدثها من قبل الاتحاد الوطني والاتحاد المحلي الاتحاد المصري لقرة القدم 12 بطولة سوبر يعني بنتكلم في 3 أضعاف أقرب المنافسين أقرب المنافسين نادي الزمالك أربع بطولات سوبر لكن الأهلي اضرب الرقم ده في 3 يبقى 12 لقب سوبر وبالتالي السوبر دايما هو الأهلي والسوبر دايما واللي معودنا على البطولات هو النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي صاحبة الفرحة في المقام الأول اللي انبارح هي صنعة الحدث في استاد هزاع بن زيد الأهلي فاز بهدفين مقابل لاشيء اتنين أسست من زكريا الوردي وطاهر محمد طاهر هدف بورونو سافيو برازيلي برازيلي بجد هدف ولا أروع ولا أجمل من كده اللمسة والتصويبة وإنك تركنها في الزاوية البعيدة لا إمكانيات لعيب كبير جدا من أول يوم اتكلمنا عنه ودفعنا عنه رغم أننا المفروض نتكلم عن إمكانيات لعيب لسه منضم للأهلي لكن من أول واحد لكده وضعوك على طول قرد فعل للدفاع عن أحدث السفقات وأبرز النجوم اللي انضمت للنادي الأهلي هدف بورونو سافيو أكيد فيه تفاصيل كتير هنتكلم فيها انبارح كمان الهدف الثاني كريم فؤاد بس قبل كريم فؤاد الأسست الرائع من طاهر محمد طاهر استلم رأس إمام عشور بمهارة عالية جدا وتمريرة يعني بلسم لكريم فؤاد كريم فؤاد في البوزيشن الجديد في المركز الجديد ده بالتأكيد راجع لأن فيه مدير فني دماغه كلها كورة اختيار كريم فؤاد في المركز ده وخدوا بالكم النقطة تانية كمان كريم فؤاد ما كانش موجود معاه من بداية تدريب كولر للأهلي لأن كريم فؤاد وقتها كان في معسكر منتخبنا الوطن لكن من أول لمسة في أول تدريب قدر السويسري مارسل كولر يعرف هو محتاج إيه من كريم فؤاد في الملعب وبالتالي هدف مميز جدا لكريم فؤاد بالأمس مبارح قدر يكلل بمجهوده في المكان الجديد اللي بيقدي فيه مع النادي الآلي لكن التمرير المميزة كانت من طاهر محمد طاهر والظهور الرائع جدا لطاهر في بداية هذا الموسم مع المدير الفني السويسري مارسل كولر قبل ما أدخل في تفاصيل المباراة بالأمس وفيها كواليس وتفاصيل كتيرة ودايما كده الأحداث والبطولات الكبيرة مهما مرت الأيام ومر الزمن لازم نذكر بعض الكواليس والأخبار والتفاصيل اللي كانت موجودة في المعسكر المغلق اللي الأهلي التزم به خلال الـ 72 ساعة في مدينة العين في أبو الزابي قبل المباراة مع الزمالك لكن قبل ما أدخل في التفاصيل دي انباراة كان فيه تهناء مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هنى فيها جماهير الأهلي في المقام الأول واللاعبين والجهاز الفني بالسوبر ووجه الشكر أيضا للأشقاء في الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات الشخيقة على حسن الاستقبال والتنظيم وبنسعد دايما لما بنكون موجودين في الإمارات مع أشقاءنا وإخواتنا هناك والتنظيم الرائع اللي بيدينا كده دايما إحساس أن القرى المصرية فيها حاجة حلوة منتج القرى المصرية لو تم تنظيمه بشكل كويس هتلاقي أفضل شيء ممكن يدخل أرقام مالية تبقى إضافة كبيرة جدا للاقتصاد المصري ولصناعة الرياضة المصرية في الفترة اللي جاية ولكن كابتن محمود الخطيب توجه بالشكر في البداية إلى الله سبحانه وتعالى وده بالتأكيد لها مدلول ولها معاني مهمة جدا أنت بتشتغل وبتكتهد وبتنتظر توفيق ربنا سبحانه وتعالى عمرك ما اهتميت بأي تفاصيل تانية لأن ربنا بيبقى موجود وشايف ومطلع طول ما أنت بتشتغل وبتركز وبتكتهد وبتركز في فرقتك بس أكيد ربنا هيكرمك لأن في الآخر ربنا لما بيدي التوفيق لحد بيدي للمجتهد واللي بيذاكر وبيدي كمان للجمهور العظيم ده اللي مبارح كان موجود عشان يسعد الأهلوية في كل مكان كابتن محمود الخطيب توجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل في الفوز ببطولة السوبر ثم جماهير الأهل الوفية التي تستحق أن يضحي الجميع من أجلها وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان وأضاف أن لاعبي الأهل وجهازهم الفن يستحقون التحية والتقدير على الروح العالية والأداء الرجولي طوال زمن المباراة واستطاعوا أن يسعدوا جماهيرهم ببطولة غالية مع انطلاقة الموسم الجديد كما وجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لدولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها بطولة السوبر ومعلاقته بعثة الأهل من قرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ لحظة وصولها وأضاف أن هذا ليس بجديد على الشعب الإماراتي الشقيق الذي يرتبط بأشقائه المصريين بعلاقات تاريخية وطيدة موثوقة بالمحبة والتقاخي على مر العصور هذا وحرص الكابتن محمود الخطيب على الاتصال الهاتفي وتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بالسوبر التهنئة فيها رسائل واضحة جدا وفي تفاصيل ما بين السطور أعتقد جمهور النادي الآل الإمبارح يمكن لما أرى التهنئة وتلقى هذه التهنئة الكل الإمبارح كان بيفصر هذه التهنئة بشكل رائع لأن الكلام كان موجه بشكل مميز جدا فرحة اللاعبين مع الجمهور الإمبارح كانت الشيء الأبرز عقب نهاية المباراة وكمان استلام الميداليات والممر الشرفي ده شيء بنتمنى أن يستمر خلال الفترة اللي جاية والجميع عليه أن يلتزم بهذه الروح الرياضية اللي شفناها إمبارح في ملعب هزاع بن زايد الممر الشرفي بروتوكول مهم جدا زي ما بننتقد البعض لو ما كانش موجود في الممر الشرفي فلازم يبقى فيه انتقاد للبعض اللي إمبارح ما كانش موجود أيضا في الممر الشرفي لأن الروح الرياضية دي إمبارح كانت سمة غلبة بشكل كبير جدا على مباراة القمة الميزة كمان في الممر الشرفي وجود فريرة المدير الفني للزمالك على رأس الفريق نادي الزمالك هو بالتأكيد ده بيشكر لعب الأهل والجهاز الفني ودي الروح الرياضية اللي كنا نبارح بالتأكيد مهم جدا نتكلم عليها عشان يبقى فيه استمرارية على نفس الروح خلال الفترة اللي جاي طيب فوز الآله بهدفين اتنين أسست من زكريا الوردي وطاهر محمد طاهر لكن الأهداف المميزة هدف برونو سافيو عشان ينضم لقائمة اللاعبين الأجانب اللي أحرزوا أهداف في لقاء السوبر برونو سافيو إن شاء الله في السوبر القادم أو بعض القادم لو أحرز هدفين كمان يبقى الهداف التاريخي لمباراة السوبر ما بين الأهل والزمالك وهنا فيه كلام مهم جدا ومدلول مهم جدا عايز أتكلم فيه على برونو سافيو لأن برونو سافيو من أول ما جاء النادي الأهلي وهي على مدار شهرين اتكلموا في إيقاف ولجنة انضباط ومسيرة قروية للاعب انتقل في 12 نادي في فترة زمنية قصيرة والمستوى الفني اتكلموا وقالوا كلام كتير جدا على صفقة لاعب برازيلي مميز الناس كلها شافت مبارياته مع فريق بوليفار البوليفي وشافوا أنه هيبقى ضافة كبيرة جدا رغم كل الانتقادات اللي اتقالت ورغم تطوع البعض لفترة أنه دايما بيتبنى فكرة أن برونو سافيو فيه إيقاف لي والإيقاف ده هيمتد مع النادي الأهلي مش هيلعب أربع مطشاط مش هيلعب ست مطشاط ممكن يتوقف ست شهور يتوقف سنة نجيب مداخلات من رئيس لجنة الانتباط نكتب تقارير على موضوع تقارير الحكم على فكرة المطشي بيتلعب من حوالي شهرين ثلاثة هل تتخيلوا أنه فيه مباراة انتهت من شهرين ثلاثة لسه الغذي الوقت ما صدرش فيها قرار استحالة كلام ده ما بيحصلش فبالتالي الموضوع أصلا مقفول ومنتهي ولكن حرس البعض على تعطيل الأهلي وإصدار رسائل أو توجيه رسائل سلبية تجاه صفقات النادي الأهلي عشان تهز سقة الجماهير في الإدارة وفي اللاعبين وفي الجهاز الفني ولكن سبحان الله إرادة ربنا سبحانه وتعالى كانت أكبر من كل هذه الإفتراءات وقدر برونو سافيو أن يرد على كل هذه الإفتراءات في مباراة القمة أمام المنافس التقليدي في مباراة بيتشاهدها كل جماهير الوطن العربي عشان يثبت أنه لاعب زو مهارات فنية عالية لاعب مستوى الفني مميز ولاعب كمان على المستوى الأخلاقي ما عملش كارسة في مباراة مثلا أو عمل خطأ يحاسب على أنه يتوقف ستة شهور أو الناس تتطوع أن هي بتستعج الإقاف برونو سافيو الرد جي في الملعب والرد العملي كان في الملعب وإحنا هنا سبقنا وقلنا قبل كده اللاعب اللي انتقل للنادي الأهلي أو أي لاعب في العالم لما بينتقل عبر نظام تيم إس وعبر البطاقة الدولية لو في إقاف بيتم الإختار من خلال الانتقال للبطاقة الدولية ولكن اللاعب انتقل والبطاقة وصلت ما فيش إختار بأي شيء وبدأت دوري وبدأت المسابقات الإفريقية واللعب شارك لكن الإصرار على هز سقة الجماهير في برونو سافيو وهز سقة الجماهير في إدارة النادي الأهلي كانت واضحة للجميع وأعتقد كان سكريبت واضح لكل الناس بلا استثناء ولكن زي ما قلت لحضراتكم إرادة ربنا سبحانه وتعالى كانت أكبر من الجميع وقدر يثبت برونو سافيو بالأمس أنه صفقة مفيدة للنادي الأهلي ولكن لسه المشوار طويل الرد اللي حصل مبارح ده كان رد عملي للكلام اللي تقال بخصوص برونو سافيو ولكن المشوار لسه طويل والموسم طويل كمان الناس اتكلمت على برونو سافيو لعب ما بيقعدش في نادي أكتر من ست شهور أو سنة وراحوا للترانسفير ماركت وتكلموا على الأندال اللي انتقل ليها فترة طويلة جدا بل بالعكس كمان للأسف البعض طلع وزايد وتكلم بشيء فيه يعني أسطوب خارج عن النص مش عايز أقول احنا وصلنا لمرحلة عنصرية كمان وهنا المرحلة احنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا لكن أتمنى اللي يطلع يتكلم في الكورة يا إما يكون راجل دارس يا إما يكون راجل معاشها دات تدريبية مش كل من هب ودب ومش كل من لبس شرط وفنين اللي يطلع يتكلم في الكورة يا جماعة محتاجين نعمل ضبط للمنظومة القروية والمنظومة الإعلامية خلال الفترة اللي جاية عشان نحافظ على المؤسسات الناجحة نحافظ على المؤسسات اللي بتقدر تسعد الجماهير وبتعمل حالة إيجابية في الشارع المصري ومش النهار ده بس الكلام ده ده على مدار سنوات فاتت في درس مهمة جدا كمان من مباراة القمة والاحتفالية اللي انتوا شايفينها دايماً وأبداً المؤتمر الصحفي جزء لا يتجزأ من المباراة الكلام اللي تقال في المؤتمرات الصحفية قبل المباراة وصل لنا إحساس إن الأهل إن شاء الله يقدر يعمل مباراة كبيرة ومباراة تاريخية وأنا على المستوى الشخصي كتبته قلت ده قلت الأهل هيعمل مباراة تاريخية ليه؟ فكرة الغرور اللي أنا بطل الدور والكاس ما تتقالش قدام النادي الأهلي النادي الأهلي نادي كبير يا جماعة أنا بواجه نفسي لأن أنا بطل الدور والكاس ما هو نفس الأمر كان في 2015 وخسرت السوبر إيه الجديد؟ فخسرت السوبر في 2022 أيضاً محمد الشناوي لما تسأل في المؤتمرات الصحفية على فكرة أنتوا بتواجهوا ظروف صعبة جداً والضغوط كلها عليكم لأنوا تخسرنين آخر دوري وآخر كاس وفيه خسارة عدد من المباراة والبطولات رد الشناوي قال رد قاطع قال يا جماعة الأهلي فز باتنين دوري أبطال إفريقيا واتنين سوبر إفريقي وخاد اتنين برونز كاسعالم ما تنسوش تاريخ الأهلي الأهلي في آخر سنة 23 إذا كان فيه كبوة لكل جوادهم كبوة ولكن يقدر الأهلي بتاريخه وبجماهيره وبلعبته وبجهاز الفني يقدر يرجع بسرعة وده اللي حصل إذن رسالة الشناوي كانت واضحة رد مارسل كولر على فكرة أن الأهلي هل بيفكر في الزمالك بشكل دائم الراجل قال أنا دايماً باجي بشتغل كل ماتش على حدة أنتوا ليه دايماً عايزين تكلموني عن الزمالك على طول أنا بفكر كل ماتش على حدة وده بالتالي هنا مدرب هادي فاهم إيه الدور المطلوب منه عكس أدوار تانية تقالت مش في محلها فكرة أنا بواجه نفسي أنا بطل الدور والكاس فكرة أنا ليه بلعب لقاءات تمهدية في بطولة أفريقيا فكرة أنا إزاي أتحاسب على الجون التاني أنا خسراً واحد سفر بس أصل الجون التاني ده يعني ما كانش فيه لعيبة الفرقة كلها كانت قدام طبعاً كلام كله يعني للاستهلاك المحلي لا هيقدم ولا هيأخر وبيعنعكس بالسلب على اللاعبين والفريق المنافس ودايماً أنا بسعد لما بشوف التصرحات دي لأنها بتديني مدلول كده أن المستقبل اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي هيكون أفضل كتير كمان من المرحلة السابقة المرحلة السابقة اللي كان فيها اتنين دورة أبطال إفريقيا واتنين سوبر واتنين برونز كسعالم لكن قلت كلام المؤتمر الصحفي أو التصرحات اللي اتقالت في المؤتمر الصحفي سواء قبل أو بعد بتدينينا كده رسالة أن اللي جاي إن شاء الله هيكون أفضل للنادي الأهلي طالما أن فيه تركيز جوه الملعب وعندنا مدرب هادي وفاهم وزاكي والشاطر بشكل كويس جداً طب ليه المدرب بتكلم عليه وقول زاكي والشاطر رغم أننا ما لعبناش لغاية دلوقتي إلا خمس مباريات اتنين دوري أبطال إفريقيا اتنين دوري عام مباراة تالسوبر بالمناسبة الخمس مباريات الحمد لله كلينشيت يعني خط الدفاع ابتدى الأمور تتزمت بالنسبة كبيرة رغم المدة الزمنية القصيرة اللي شغال فيها مارسي القرار ولكن الرجل حط بصمته في كذا نقطة واضحة قوي متولي ومحمد عبد المنعم سنائية ما حصلتش خلال السنتين اللي فاته أكيد الراجل دماغه فيها كورة لما يبدأ بتنين بالمواصفات دي ده راجل عايز يبني الهجمة ومش أي فرقة عايزة تقلد فتبني هجمة فتبقى زي الأهلي عشان تبني هجمة لازم خط الدفاعك يقدر يشيل بناء الهجمة وده متوفر في خط الدفاع الأهلي عودة أكرم توفيق الراحة السلبية اللي خادها علي معلول الراحة السلبية أيضا والفترة اللي فاتت بالنسبة للمحمود متولي ومعه محمد عبد المنعم سهمت بشكل كبير إن خط الدفاع يبدأ بشكل مميز كمان ما ننساش حارس مصر الأول محمد الشنوي خاد راحة سلبية بعد عن الضغوط الراحة دي كانت مهمة جدا وبالتالي أحدى الصفقات الأهلي محمد الشنوي أكرم توفيق محمود متولي هذه صفقات أضافت للأهلي بعد فترة الرحة السلبية اللي كنا دايما بندي بيها وقلنا يا جماعة الأهلي في آخر ست سنين أو آخر سبع سنين بيلعب خمس ست نهايات فترة كبيرة جدا ومجهود كبير جدا اللعبة محتاجة راحة عشان تقدر يكون عندها دوافع للموسم اللي جاي ولكن ده اللي حصل قدر الأهلي ياخد راحة سلبية وقدر يستعيد عدد من صفقاته ولعبيه القدامة إن يكونوا إضافات كبيرة جدا للأهلي في الفترة اللي جاية تطور مستوى طاهر محمد طاهر ده مش جاي من فراغ ده جاي من مدرب دماغه كلها كورة النقطة التانية والمهمة لو حد يركز على الماتشاط اللي فاتت مرسل كورة كان بيبدأ بديانج وحمد فتحي والناس كلها بتسأل ليه بيبدأ بديانج وحمد فتحي وليه السولية كان بعيد انبارح لو ركزته في المباراة وخدت بالك من التحامات السولية والضغط اللي كان بيقوم بيه السولية في وسط الملعب ده اللي كان عايزه كورة من عمر السولية من أول ما تولى المسئولية وغياب ديانج ادى فرصة للسولية مش مركز ستة اللي ممكن يقوم بيه ديانج وفتحي لكن الراجل عايز السولية حتى هو في مركز ثمانية يقوم بالضور ده الضغط الالتحامات افساد الهجمات دي الأدوار اللي قام بيها السولية مبارح وما كانش السولية بيقوم بالضور ده بنسبة كبيرة قبل كده لأنه كان دايما بيسيب الأدوار دي لحمد فتحي وقاليو ديانج وهو بيشتغل على فكرة اللاعب مركز ثمانية انه يعمل سروب باص يكمل الهجمة يكمل التسديد مع الفريق او مع خط الهجوم كلام مهم جدا ممكن يتقال على لعبة النادي الاهلي ولكن الجزاية الاهم الخاصة بلعبة النادي الاهلي واللي انا قلتوا مبارح وكتبتوا حتى ان لعبة النادي الاهلي حست بالمسئولية الملقاة على عطقها في التوقيت الحالي هل تتخيلوا ان في كل غرفة كان فيه اتنين لعيبة ما كانش غير تليفون واحد بس اللي شغال في الغرفة يعني جرى العرف ان اتنين لعيبة في القوضة مثلا في القوتيل فات كل واحد مع التليفون بتاعه لا كل قوضة كان فيها تليفون واحد بس اللي شغال وما كانتش تعليمات جهاز فني زي كانت من لعيبة نفسها اللعيبة حسب المسئولية وعايزة تسعيد جمهورها وعايزة تعود اللي فات فبالتالي تليفون واحد في كل قوضة الناس هتقول تالت تليفون واحد ليه بخلاص بقى طالما هنقفل كله يقفل لا عشان التواصل في جروب بيبقى للعيبة على الواتسive فبالتالي النهارده جماعة ننزل التمرين لابسين ازرع النهارده عنلبس تيتشيرتات في التمرين لابسين احمر التجمع والساعة كذا عنتحرك الساعة كذا ده جروب بيبقى على الواتسive فبالتالي التليفون ده كان مخصص بس عشان التجمع عشان التواصل ما بين اللعيبة والجهاز الفني الجزء الأخير قبل ما اطلع فاصل أحمد نبيل كوكا أحدث الوجوه اللي منضمها للمعسكر بعد ما كان موجود مع منتخب الأوليمبي في الفترة الأخيرة كان أول اللعيبة اللي أغلقت تليفونها عشان تركز في هذه المباراة وخرج من المعسكر أو خرج من القيمة لكن كان عشان مركز في المباراة أفل تليفونه ده إن دل على شيء بيدل إن اللعيبة كان عندها تحدي إصرار حاسة بالمسئولية عايزة تسعد جمهورها أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندي كواليس وأخبار مهمة جدا من معسكر الأهلي وهنتابع مع بعض بإذن الله فور الوصول البعثة كل الأخبار وكل اللقطات والكواليس الحصرية لعودة السوبر أبطال السوبر النادي الأهلي الفرحة حلوة والفرحة مش في المكسب والفوز بس لا الفرحة فرحة حب المكان والانتماء للمكان وحب الكيان رغم الظروف ممكن للاجتماعية والظروف الحياتية لكن في النهاية بيجي النادي الأهلي لازم يرسم السعادة على وجوه الجميع إمباراة كان فيه رقم عامل مشترك في حكاكة القوي رقم 100 نقدر نقول جمعة المئوية يعني الأهلي إمباراة كان بيحتفل أو جماهير الأهلي بتحتفل بالذكرى الميتة جمعة مرت على القضية كلكم فاكرين طبعا قضية نهاية إفريقيا قضية محمد مجد أفشا في 2020 إمباراة كانت الجمعة رقم 100 فدي كانت احتفالية بذكرى مميزة والحمد لله الاحتفالية كللت بالنجاع وإذن للأهلي يعمل قضية جديدة في ديئة 90 ويحسم السوبر رقم 100 إمباراة كمان كان عنصر مشترك في جزئية مهمة جدا إمباراة كان الفوز رقم 100 للنادي الأهلي على نادي الزمالك في كل البطولات احسب بقى ما بين دوري عام وكاسب مصر والسوبر محلي ودوري أبطال إفريقيا وكل المنافسات والمباراة اللي لعبت فيها المنافس التقليدي على مدار التاريخ على فكرة هو المية مش مثلا من 300 و400 مباراة لا احنا بالكلمة مثلا 232 ماتش يعني أنا باقترب أصلا من حوالي 45-50% من عدد مباراة الفوز على نادي الزمالك في كل المباراة اللي لعبتها مع المنافس التقليدي في كل البطولات فبالتالي رقم قياسي مهم جدا مباراة الفوز رقم 100 في الزكرة المية لجمعة القضية وفي مباراة كمان في دقيقة 90 قضية الجون جد بتماث من معلول يعني أنا يعجبني قوي في جمهور النادي الأهلي التفاصيل مش فكرة مكسب و2-0 والحمد لله كسبنا وخلاص والموضوع انتهى لا 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 جمهور الأهلي بيعجبني في التفاصيل اللي بياخد باله منها الجون التاني مباراة حجزة زي رمي التماس من علي معلول استلمها محمد مجد أفشا سلمها لطاهر محمد طاهر طاهر رح ورقص إمام عشور وعمل كورة عرضية بلسم لكريم فؤاد قدر يحرص بيها الهدف التاني في توقيت قتل المباراة فبالتالي قضية قضية في لقاء السوبر خلصت بها المطش لكن القضية جات منين بدأت من تماث من علي معلول فبالتالي هي الحاجات التفاصيل اللي ما بين السيطور دي ما ينفعش نعديها لأن انت على مدار التاريخ الأمور دي لما بتقعد تتناولها وبتتكلم عليها بتبقى جزء من تاريخك بص على الجون لأ ارجع يا عمارة من الأول هات الجون من الأول وشوفوا التماس من معلول أول ما الناش شافت كورة كورة حرمية التماس من علي معلول قالت يعني وارد أن يبقى فيها يا سلام بقى وسبحان الله في ديئة تسعين خلص المطش عايز ألوكو على حاجة كمان من الكواليس يمكن أنا قلت لكم على اللي حصل في القتيل وفي المعسكر وحرص اللعيبة على أنها تقفل تلفوناتها وتركز في المطش نقطة مهمة جدا كمان اللعيبة بلا استثناء فكرة اختيار الحكم البرتغالي لهذه المباراة لعبة الأهلة ما كانتش بعيدة عن الحدث كانت متابعة وعارفة أن في حكم برتغالي والكلام اللي تقلم بين اللعيبة لو المباراة فيها توفيق والحكم عادل مفيش اتجاه لفرقة على حساب فرقة اللي يقدر يكسب المطش ده 2-3-0 على الأقل والله الكلام ده تقلم بين اللعيبة قبل المباراة بيوم قبل المباراة بيوم أول ما يارفه طاقم التحكيم اللعيبة بينها وبالنفسها تجتمع وبتتكلم على المباراة يا رجالة مطش بكرة مطش صعب ممكن يكون عندنا مشاكل تحكمية تحصل في المباراة على فكرة لكن في نفس الوقت لو التوفيق معنا نقدر نكسب النهاردة مش أقل من 2-3-0 وده الله حصل اللي يقدر يكسب 2-0 وعشان جدا تاخدوا بالكم من البداية لعبة الأهل نزلة مركزة مع التفاصيل الخاصة بالقرارات التحكمية لأن اخدوا بالكم الفكرة بالنسبالي مش للحكم برتغالي ده ده مش وارد بالنسبالي أنا رجل اشتهلت في المجال ده 16 سنة لغاية دلوقتي وبتشرف أن أنا منتمي بالتأكيد للنادي الأهلي لكن في نفس الوقت أن المنافس يكون مدرب برتغالي والحكم برتغالي مش ده المقياس بالنسبالي الحكم اللي جاي لما جيب حكم أجنبي لمباراة الأهل والزمالك لازم أجيب حكم سيفي بتاعه أعلى حاجة حكم مصنف حكم من الإليت إيه أنهما النغبة اللي موجودين في الاتحاد الأوروبي حكم مرشح كاس عالم يبقى أننا عندي كاس عالم خلاص بعد أقل من شهر فبالتالي لما تبص على الدولة اللي تم اختيار منها تقم التحكيم مش على خريطة مش على خريطة التحكيم يعني دولة البرتغال على خريطة التحكيم مش موجودة أصلا بعيدة تماما ولما تبص على القائمة الدولية للحكام البرتغاليين الحكم ده يجي في الترتيب الرابع والخامس مش الأول حتى كمان في القائمة الدولية يعني مستوى الفني رابع أو خامس في القائمة الدولية تبص على المباراة اللي قدرها إيه ده؟ ما فيش ولا مباراة دوري أبطال أوروبا الرجل الدولي بقاله سبع سنين ما فيش ولا مباراة دوري أبطال أوروبا حتى التصفيات الأوروبية ما بيدرش مباراة كبيرة بيدر الأدوار التمهيدية ويوم مسافر حتى أدار مباراة خارج البرتغال راح أدار مباراة في السعودية حتى مش قمة الكرة السعودية خذوا بلكم الناس في السعودية والأشقاء في السعودية بيجيبوا حكام على أعلى مستوى بصوا الكرة دي نبارح ده التحام يعني ده التحام على الكرة فين الفاول اللي فيه وهو قدامها وعلى فاكرة نبارح كان بالمناسبة يعني الحكم البرتغالي أمبارح كان بياخد أماكن جوه الملعب غلط وفي أماكن نتيجة وقفته غلط كان بتحصل فاولات بسببه يعني فيه أمبارح الكورة اللي حسبت فاول للزمالك على منطقة الجزاء وشاطها أحمد سيد زيزو وطلع حشل نوه بكل صعوبة أصلاً وقفت الحكم في المكان ده عملت ارتباك للعاب الأهل مش عارفيني شتته الكورة فحصل فاول فبالتالي الهدف اللي أمبارح الأهل أحرزه ما كانش محتاج أنك ترجع إلى الفيديو الكورة كورة زي دي آه هي ممكن ما ترتقش للكارت الأحمر لكن حتى الفار مدكش حتى يعني فاريت شيكي يعني حتى الفار ما بيراجعهاش ما بتأكدش من مدى أن الكورة ممكن يكون فيها كارت أحمر لأن اللاعب أصلاً كمان زكريا الواردي هو لعب متهور على فكرة يمكن دي تالت إنذار في تلت مباراة لزكريا الواردي وبتتقرر معاه بيتغير دايماً ما بين الشطين فبالتالي أخطاء بقت واضحة بس بص رجله راحة فين؟ رجله رايحة فين؟ رجله مش راحة لكورة ورجله مش على الأرض زي كورة طاهر اللي في مباراة الإسماعيلي لو هنحط بقى المقياس ونشوف بقى المنطق هنا بيقول إيه؟ عارف الكورة دي لو رجليه دخلت في السمانة أو في رجبة حمد فتح لقدر الله كان ممكن يبقى فيه صبع كبيرة جداً الكورة اللي زي دي هو حسب فاول مدىش إنذار الاعتراض أن العبت الزملك على فكرة بتقوله إحنا عايزين إنذار بتقوله إحنا كنا راحين بالكورة يعني راحين بالكورة على الجون يعني إيه دي طاحت فرصة فجأة راحة الراجل يعني الضغوط بقيت بشكل كبير عليه إدى إنذار لحمد فتح مباراة الإنذار كانت مجانية لعبت الأهل على فكرة خدوا بالكو إحنا ما بنتكلمش على التحكيم عشان اللي قدر الله ما بنخصى لا إحنا المعيار بالنسبة لنا والمسترعة واحدة كسبانين خسرانين لو فيه اختيارات في التحكيم غلط لازم نطلع نتكلم عليها لازم نطلع نتكلم عليها ده احتكاك وفيه منافسة ما بين الاتنين اللعيبة ماشي يا سيدي حسبتها فاول اعتراض الزمالك كان على إنك تدي تاحت فرصة راح الراجل حس إن فيه ضغط عليه فطلع على الإنذار طب انت طلعت إنذار طب ليه الإنذار إنذار مجاني هي اللعبة دي اللي ديت فيها إنذار لحمد فتحي زي الاحتكاك اللي حصل معا من زكريال وردي لما دخل على الحمد فتحي اطلاقا فرق شاسع فرق شاسع جدا طبعا هنا نتكلم بقى على الروح الرياضية وانك تطلع على الكرة دي يعني مش هنتكلم فيها كتير بانتما الأمر يعني مرتبط بقى بالروح الرياضية لللعيبة يعني ده أمر مرتبط باللعيبة مش عادر أدخل في تفاصيله يعني كل لعب وروحه الرياضية في الماتشاط آه دي مش ركل الجزاء ويستحق أحمد عبدالقادر انذار فيها دي يستحق فيها انذار لأنه هو الحكم حاس أنه هو بيعمل سيميليشن أو تمثيل فخد فيها انذار عنقول اللي لينا واللي علينا أصل الصورة يعني واضحة قدامنا فمش هينفع نجمل أي حاجة أو نقول حاجة عكس اللي انتوا شايفينه لازم نتكلم بمصدقية مع الناس لكن زي ما ما كنت بتكلم على طاقم التحكيم ما ليش ضعب الجنسية بس ليه علاقة بالمستوى الفني اللي احنا قلناه قبل الماتش وعلى فكرة الإعلام الأهلاوي هو الوحيد اللي تكلم على طاقم التحكيم ما شفتش أي وسيلة إعلامية تكلمت على اختيار ماركت لاتنبرج لهذا الطاقم احنا الوحيدين اللي تكلمنا على هذا الاختيار وقلنا اختيار خطأ والمباراة الحمد لله أثبتت وجهة نظار اللي احنا بنتكلم دايما بالمنطق وبالأرقام وبالورق والحكم أثبت أنه ضعيف الشخصية ضعيف فنيا أي حكم مصري لو انت شايفه مستوى الفني أقل شيء الحكم ده كمان مستوى أقل من أقل حكم مصري في الدوري الفترة الأخيرة النقطة الأخيرة بخصوص طاقم التحكيم لما سمعنا بقى كمان أرى محلل التحكيم وخبراء التحكيم يتكلموا على هو ليه طاقم برتغالي والحكم الرابع بولغاري ومساعد الفار بولغاري بالمناسبة في تقنية الفيديو والفي ار اللي اتنين أساسا سواء البرتغالي أو البولغاري مش في القائمة الدولية على حكم تقنية الفيديو يعني هم أصلا كمان في قائمة البرتغال أو بولغاريا هم مش حكم تقنية الفيديو بالمناسبة يعني ده ألف به لكن ليه الحكم الرابع بولغاريا يا جماعة أصل المدرب الزمالك برتغالي فمش عايزين يكون الحكم الرابع برتغالي فلغة الحوار تبقى بينهم واضحة طب ليه يعني طب طب ليه طالما أنت حسبتها بالمعيار ده ما كنت غير يعني كنت هاد أي طاقم تاني هو لو كان جيه طاقم حكم سويسرا من سويسرا يعني هل كانت الناس ممكن تعد الموضوع اللي هتتكلم عليه أكيد كانت هتتكلم عليه بس أنا مش عايز أتكلم عليه بس المبرر اللي تقال يخلي الناس تتحك يعني أنت جاب حكم رابع بولغاريا عشان الحوار اللي على الخط يكون فيه حيادية طب ما الأولى كنت هت تقم تحكيم من أي دولة يا عم ما أنت عندك حكم راحين كس عالم الفيفا أصلا لو طلبت منها هتقولك اتفضل ده أنا عايز أجرب أي حكم أو طائم مع بعض قبل ما يروحوا كس عالم عموما الحمد لله قدر الأهلي يكسب رغم كل الأخطاء التحكمية ويرجع بالكس ويرجع بالسوبر ولسه التخطية مستمرة ولسه عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا عن فوز الأهلي بكس السوبر على حساب الزمالك ايه اليوم الحلو ده ايه الفرحة الحلوة دي الفرحة حلوة وفرحة السوبر وفرحة الانتصار وفرحة الانتماء كل الحاجات دي بتبقى بالتأكيد بتسعد الناس ويا رب دايما في أفرح وانتصارات طول ما أنت بتشتغل وبتكتهد وبتركز في شغلك بس أكيد ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويكرمك ويدي لك حقك ونصيبك من شغلك اللي أنت بتكتهد وبتشتغل عليك لذلك لسه التغطية الخاصة مستمرة وبينضم لي بالتأكيد في هذه الفقرة اتنين من نجوم التحليل والنقد والصحافة الرياضية في البداية برحب بالكاتب الصحفي الكبير والنقد الرياضي الأستاذ عصام بشالتوت أستاذ عصام برحب بيك ومنور الدنيا وبقى سعد دايما بوجود معك ربنا خليك يا محمد ما شاء الله يعني في يوم فعلا انت قلت وإحنا بمتفرج أنا كابتن حشيش الرجل ده جيدي يعني وفعنا بأتزب صداقته يمكن أن نحن طلب أن نعرف بقعده وسامع بقس كمان يعني دول كانوا من أهم أهم اللعيبة اللي كانوا في الوقت ما بين يعني الشهرة الجامدة قوي بسبب الميديا ما كانتش زي كده الجيل اللي بعدين بقى أول ناس استفادت من تواهج الميديا يعني فأنا سعيد ان حشيش النهاردة في يوم الفرحة الجميل ده وعندين شفت الفرحة غالبة زي يعني هيكت ليلى صوبر والنهاردة تقدر تقول يا ليلة صوبر يا نهار أهلاوي يا نهار أحمر أهلاوي بالضبط بالضبط برحب برضو يمكن الأستاذ عصام شلتوت بالتأكيد أهم بالدور وأحلى ترحيب لنجم كبير من نجوم النادي الأهلي الكابتن محمد حشيش كابتن محمد منور الدنيا وبسعى داما بوجود معك صباح الفل حمام صباح الفل صباح صام زيك صباح الفل مبروك علينا كلنا وصباح الانتصارات والسوبر وألف مبروك لكل أهلوية ألف مبروك وألف مبروك ليكو وألف مبروك لكل الجماهير الأهلوية في كل مكان النهاردة هنشتغل على جزئين أولا الإعلام والصحافة إزاي بصت على المباراة بجميع جوانبها مش ناحية فنية فقط وهنشوف كمان الإعلام رأيه إيه في مسألة التحذير للمباراة والكلام التي تقال في المؤتمر الصحفي واختيار طاقم التحكيم وتفاعل الجماهير مع هذا الحدث الكبير وكمان بقى نتكلم في الأمور الفنية مع الكابتن محمد حشيش لأن المباراة فيها تفاصيل فنية وفيها دروس فنية كبيرة جدا أستاذ عصام ككاتب صحف كبير ورجل له خبرات كبيرة جدا في المجال مباراة السوبر أعتقد فيها دروس كبيرة قوي على المستوى الإعلام الحقيقة التغطية يعني كانت كاشفة لألمنا الإعلامية الحقيقة مع الزملاء في الإمارات والحمد لله اللي بقلنا أنه الناس من حبها ووثيقاتها في مصر هم بيحاولوا تقيبوا خطرك ويدوك حقك فيقول لك احنا 70% من الناس اللي شغالوا معنا مصريين كل اللي قاموا ما شاء الله واقوموا الإعلام بإرادة شعب الإمارات وحكومة الإمارات ودولة الإمارات وبالتالي ده اللي بيبقى لنا أنه فعلا أما بتعبر الحدود بتبقى مصري بجد في الإعلام تحديدا وفي الميديا لأنه انبارح الناس حتى هما نفسهم لما كان الـ 25 كاميرا ويمكن الإخراج كان حابب يبين كل الحاجات مع بعض فما زبطش زي ما هم متعودين الناس ما قالتش ما حصلش قالوا يعني أنه بس هي حلاوة الانتصار وعايز يجيب الأهل والزمالك والجمهور والجمهور وأدق أدق التفاصيل إحنا فين من كل ده إحنا يعني إمتى يبقى عندنا الكرنفال وعندنا التغطية وعندنا ندي الناس حقاها وده المنتج بتاعنا بالضبط وبعدين أنت ليه ما بتعظمش قيمة المنتج وليه لما يبقى الأهل يتبقى بتدور على حاجة عشان تقول إيه والزمالك أو الترسانة يعني إيه طب أنت في يوم انتصار النادي الأهلي حتى في كل العالم معكبات وانت طبعا احنا بنقول للجمهور انتوا حضراتكم من أهل الشغل فنيا وإعلاميا في كل العالم حتى المراكز بيصفوها عشان يسيبوا المنتصر إنه هو يفضلوا الملعب والبهجة وكذا إذا كان الجمهور المنافس من الشياكة بمكان بيستنى هو كمان ويسقف له حتى المركز الثالث والرابع بيخلوا الرابع يستلم عشان يخلي للمركز الثالث إنه هو يحتفل برضه طب ده كله لازم مين يرصده الميديا هنا ليه فيه تحفظ تجاه النادي الأهلي حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا صلى الله عليه وسلم علشان هزود على كلامك ده مهم جدا جدا هي مش معقول احنا مش عارفين هو احنا عارفين وعارفين الكلام ده كويس قوي بس ليه ما بيتعملش ليه الناس اللي بتدخل للملعب بيبقى فيه مجاملات عندنا ده فلان الفلاني قص ده مش عارف من الاتحاد أنا ممكن أبقى عوض مجلس ده ومش من حق إنه ننزل في التوقيت ده فما يبقى أنزلش أعد برة أنا ماينفعش أنا أبقى قريب بتاع العلاقات العامة اللي في المشعر فيه عشان يدخني كذا مفيش كلام من دخل احنا عارفين الكلام ده كويس قوي بس ما بنعملوش ولو واحد يا كابتن عاوز يبقى منضبط فيبص لك أنت المسؤول الأعلى فأنت ترى عمله كذا بزبط كده عاديه خلاق لما الكبير يعدي أمال الصغير هعمل إيه يبدو أن المشهد الأهلاء وده سبب وضع يعني المطبات الصناعية بيزعلهم مبارح رئيس النادي الأهلي حمود الخطير محبوب الخطير قدامنا قدامنا الصورة إن شاء الله موجود نهي بالرئيس أمين السندوق المراكز الرئيسية الثلاثة رئيس النادي الأهلي يطلب من رئيس البعثة أفضل وقت لزيارة الفريق إيه دعم لا يتواجد إلا رئيس البعثة لمراسم البروتوكول خدش الكاس بقى هو لف بيها الدكتور شوقي وما حدش هلنزل معك يبقى اتنين تلاتة نازلين منفعش في وسط الفرحة زي ما بنعمل هنا منفعش واختاروا التوقيت واللي قالوا الراجل اتنفذ توقيت زيارة محمود الخطيب لأنه هو عاوز أفضل وقت ما يعطلش برنامج الراجل فكانت الزيارة بعد ما يخلصوا شغلهم ويسلم عليهم بس وحد قالوا سلم عليهم بس خطيب بتاع الكورة واللي راح يقول لهم ثقة الجمهور والناس محتاجة تفرح ما هو ده أستاذ عصام سر نجاح النادي الأهلي هي الإدارة أو هي سر نجاح ايه حاجة في الدنيا هي الإدارة تاخد بقى السر ده ويبقى مؤلم ومعزب ليك يعني حاجة غريبة جدا الحقيقة يعني على فكرة تأكيدة اللي كلام حررتك أستاذ عصام مبارح كمان معالي الوزير الأستاذ العمري فاروق ناب رئيس النادي الأهلي يمكن الكابتن محمود الخطيب عمل مكالمة هاتفية عشان يجي يزور البعثة لكن ده كمان الأستاذ العمري كان موجود في المعسكر أستاذ خالد مرتجي موجود في المعسكر وقال لك احنا موجودين مساندين للنادي الأهلي ولكن في رئيس بعثة هو اللي بيأخذ القرارات رغم أن المنصب منصب الأستاذ العمري ومنصب أستاذ خالد مرتجي أعلى. طبعا. ما ده؟ اللي يسموها قيادات المجلس ثم الأعضاء. صحيح لا فرق كلها عائلة الآل. صحيح. لكن هذا بروتوكول يعني لو في مكان تاني. بعد إذنك دكتور شاوي يلا نعمل كذا. لا طبعا. حدش بدور على الله طبعا. بأيوة. شوف الاحتفالية ما شاء الله. يعني قل لي انت شايف في رضهة القتل مين من القيادات. وقفين بس فرحانين بالولاد في خلفية الصورة. هو ده لو في مكان تاني. كان زي ما نتقدروا الكاميرا. الكاميرا مان والناس اللي مش جايبهاهم كل شو أحد دول كان نتقدروا. يمكن رجوع وماشي بالامراض. كل واحد في حتته. كل واحد في اختصاص. كل واحد في اختصاص. لا ولا أقول المخرج هاتلي ولا ما تجبنيش. لا لا لا. ما أقول لك. يعني أصلا لو لقاء جايب الكاميرا عليه هو اللي هيقول له ما انت قدامك الفرحة هي ما كلنا عارفين القصة. بالضبط كان طيب. كابتن حشيش يعني المباراة على المستوى الفني فيها دروس كبيرة قوي. طبعا. أنا عايز أقول مرسل كولر بس مباراة ممكن بعد جاءت لك. لا مش كولر. ده كيلر. كيلر. من المعنى كده واضح. ايه بعد المتش ده كيلر. بقى كيلر مش كولر. طبعا. طبعا. الراجل عنده تفاصيل فنية ودمعه وكلها جورة بصراحة. وقدر يفرض شخصيته في وقت قصير قوي مع الناس الأهل. بص أنا عايز أقول لك. النتيجة اللي احنا شفناها مباراة دي. ما جاتش من فراغ. بعد الفترة اللي تولى فيها ميسر كولر. القيادة الفنية للنادي الأهلي. ومن أول القرار اللي خدوا مجلس الإدارة قبل كده. بالنجوم يرتاحوا. عشان فعلا. كانوا تعبانين. واللي أثبت الوقت. إن فعلا. احنا ما كناش بنبرر بس يا صام. خالص. احنا لعيبة فعلا كانت تعبانة. واللعيبة لما ارتاحت. وعملت فترة إعداد كويسة. دي النتيجة اللي شفناها مباراة. كان فيه شاهد عيان يا كابتن. لازم نرفع للقباة. الراجل سوارش ده. طبعا. هو أول واحد أصلا. صحيح. قال للناس. أنت عندكم لمبات حمراء هتنور على نجومكو. هيروحوا في سكة اللي لها عودة بدنيا. فعلا. فلما كابتن كراجل بقى نجم كورة. قال له طب نقعد الرجالة. صحيح. وانت تتولى إمرأة اللعبة بالنقيين والشبان. الراجل وقف الحقيقة. دي المفروض محدش ينسأل الراجل ده كان عنده ضمير مهني الحقيقة. الراجل بقى الوضع التاني. الراجل الجهاز الجديد اللي جه. نادي الأهلي. اختار. سي في محترم. الراجل يتناسب مع الفترة اللي جي فيها. إما ابتدى كمان شغله كان بين أو من البداية. أفل على الفرقة تماما. لأنه حس أن الفرقة محتاجة أن نتقفل عليها. لأنه كان على لعيبة ضغط. مجلس الإدارة ضغط. الدنيا كلها كانت مضغوطة. عمل لغى المعسكر الخارجي. قال له أنا هعمل معسكر هنا وعمل اليوم الكامل. عشان محتاج يقعد مع اللعيبة أكتر ويشوف اللعيبة. ده في كل خطوة قد بتحصل كان بيتصدر لك ضغوط. على طول. حتى لما تلغى المعسكر اتقال لك. هو أصلا ما كانش فيه معسكر. بس هما محرجين يقع له مع مين ومع مين ومع مين. تدعمات. ابتدوا برضو يكلموا وشكيكوا في التدعمات. سواء في العدد أو في الناس اللي جات. ده عنده عقوبة هناك ومش عارف ازاي تجيبوا الراجل ده. ده فلان فلان. ده كذا ده كذا ده كذا. الراجل قفل يا محمد على الكلام ده كله. حتى المباريات الودية. عملها من غير إزاعة. وقفل على الناس كلها. حتى قناة النادي الأهلي اللي عايزة تزيع المباريات. قال لهم لا احنا مش هنزيع المباريات. اللقطة بقى بتاعت ترجمة الكلام ده كله. والمهمة قوي. اللقطة اللي كانت في مطش المستير هناك في تونس بعد الهدف اللي جابه محمد عبد منعم. اللما أستاذ عصام والتنطيط والأحضان والحب بين يعني من الناس اللي بره قبل الناس اللي جوه. صحيح. هو ده اللي ترجم. ما حضرك تقدر دي تشرحها. ده معناه إنه في إيمان من النجوم على حسب خبراتنا معاكم. صحيح. إيمان من النجوم بالراجل. طبعا. مصدقينه كلهم. طبعا. اللي قاعد على الخط مبسوط وفرحان ومقتنع إنه قاعد. مش زعلان إنه ما بلعبش. بس الظبط كذا. فده نجاح برضه للراجل إن إزاي تخلي الراجل اللي قاعد يبقى مبسوط وتمام قوي. وفرحان للناس اللي جوه عشان هيجي دوره بعد كده. فده اقتناع بالمدير الفني. ايوه. اقتناع كبير جدا. ودي حاجة مهمة. ودي أساس التدريب إن أنا إزاي كلعيب. مهما كنت سواء دولي أو لسه طالع أو أو أو. إن أنا اقتنع بالراجل بتاعي ده عشان أسمع كلامه. وابقى عارف وجهة نظره. سواء قاعدني لعبني. فدي مهمة جدا جدا. الجون التاني كمان شغله بيبان برضه. أنا يعني حابب يعني إن حركت شرحها في الناس. طبعا. هتصور برضه بالمتابعة السيين دي إنه فكرة إنه ميجروا عليه بعد تركع محمد. معناها إن الراجل كان عامل ده دوره واضح. لا كان عامل دي التركع بتاع الجون التاني. لأنه حتى الجهاز بيهنيه على اللعبة. طبعا. بدءا من إنه هو عارف هيحط كريم فين وإمتى. وبدءا من إنه تتعامل من ناحية دي للناحية. بالضبط. مش كده كابت الحجيش. من الحاجات يا أستاذ عصام اللي بتبين قدرات المدير الفني. أحد العناصر أو أحد الحاجات هي الكور السابتة. شفنا الراجل ده في الأربع ماتشات اللي لعبهم. غير ماتش مبارح. بالضبط. كور سابتة من سواء كورنا ريمين أو كورنا الشمال أو فولات من بره الثمنتاشر. كل مرة بتتعامل يا محمد بطريقة مختلفة. بتحس إن فيه تريكة معمولة. بالضبط. والماتش اللي كان قبل أسوان لما نزل كريم فؤاد في ماتشة أسوان وفي ماتشة إسماعيلي. شفنا كريم فؤاد في المكان ده نزل في الحتة دي. وبيبقى منتج بشكل إيجابي جدا في المكان ده. تمام. عايز أقول لك كمان من خلال خبراتنا في الموضوع ده. إن هو المدير الفني مش مسألة إن أنا بضرب يا أسوان في الملعب. تدريب. تدريب ده فيه راجل بتاع أحمال. فيه واحد مخطط كذا. فيه واحد مخطط كذا. إنما الكوتشي نفسه أول حاجة. إزاي ألم اللعيبة. أشرب لهم الطريقة اللي أنا عايز ألعب بيها. والدوافع اللي أنا بعمل للطريقة دي. عشان كذا 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 كذا. إزاي يرتقي. ودي أهم بقى. بمستوى اللعيب الفردي. قبل الجماعي. يعني كل اللعيب إزاي يأخذ منه أحسن حاجة. وإزاي يوظفه في المكان المناسب. هي دي أهم حاجة. غير بقى الطريقة اللي بتناسب الفريد ده. الراجل ده عمل ده وعمل ده. فيه واحدة عمل اتا كابتن بتاعت السولية. أيوة. كل وقف على إنه فوالة يتلعيب من وراء الله. السولية وقف بس كده ورح متهرك رح تنحطوط قدامه. وقبلها عمل كده أنه هلعبها بره. فأخذ مع الراجل. رح محتوطة للسولية زي ما أنت بتقول الزبط. واضح إنه كل ده إنتاج في ستة أسابيع جماعة. أعتقد إنه كمان شؤية هتبقى مهضومة. صحيح. وأتلا أكتر من شكل. عايز أقول لك على مفاجأة. والناس بتتفرج معنا دلوقتي. يعني الفريق إن شاء الله على المشاري في الوصول إن شاء الله. والطيارة توصل للطيارة إن شاء الله خلال دقيقية بإذن الله. الناس ممكن تتوقع إن الفرقة مثلا هترجع تاخد أجهزة. يعني يوم اتنين قبل مطش يوم الأربع بإذن الله مع الداخلية. لا يعني إن شاء الله أول ما الفرقة تنزل بس ونقدر نأكد الخبر بنسبة 100%. لا ده فيه اتجاه كمان للجهاز الفني اللي الفرقة تنزل من المطار. تروح على ملعب التتش بالجزيرة يكون فيه استشفى للعب الأساسية. وتطمن ويشوف بقى أفراد الفريق اللي ما كنوش مسافرين. عشان يستعد للدخول في معسقر بعد بكرة إن شاء الله استعدادا لمواجهة الداخلية. وارد كمان يعمل مباراوة دية ما بين فريق الشباب أو يجيب اللعبة. يعني بصوا. ده مدرب يا محمد. مدرب. مدرب المترجم قال التفاصيل مهمة جدا إن كولر بيمشي من النادي الساعة 12 بالليل. واضحة. ده مدرب عايز يعمل حاجة. عايز يشتغل بيحافظ على السيفي بتاعه. طبعا. عارف كمان قيمة النادي الأهلي اللي بيدربه. نادي الأهلي بطل إفريقيا نادي القرن الإفريقي جماهير كبيرة لنادي الأهلي اللي هو شافها بقى. يمكن أول تعرف الجمهور هو المترجم بتاعه بارح بالنسبة لي. وده جمهور كمان إيه برا مصر. برا مصر شاف. فما بقال لك اللي جواه مصر عاملين إزاي. فهو عشان كده هو حياته دلوقتي الفرقة. لأن دي قرارات كان ممكن بقى بعد الفرحة. الصصام ومكسب والسوبر وكاس. ما جاتش النهاردة يعني ريح. إنه ملأ أطلع كذلك ومسافة مش قريبة. هم مبالح كمان تحية خاصة للرجل بتاع الأحمال. لعيبة عملت الجهد ده في ماتش تحت يعني. ضغط وضغط. وبداية موسم. وبداية موسم وبعدين كمان الاحتفالية في الملعب. ثم ما شاء الله الاحتفالية في الهوتيل. دي خمت استنفذة ضغط مجهور. وفي كمان نقطة أنا بلعب الزمالك اللي أجهز مني الزمالك اللي أجهز مني. الزمالك اللي أجهز مني في بداية الموسم ولاعب مطشين في التمهيدي. أنت عارف أكمل لك بقى. أتفضل. أرأي يا أصلي عصام النقاد والدنيا والقصة قبل المطش. ايه الحاجات اللي ممكن تزود كافة ناتزة مالك. الناس دي لعبة أكتر منك. يعني وصلت للمستوى الفني شوية بتاعها. جابت صفحات. معهم مدرب بقالوا فترة كبيرة حصل انسجام وحصل ايه. ما حدش بقى بيقول الكلام ده. إن الراجل في هيرة بقالوا فترة كبيرة. خلاص الناس حفظة بعض. إحنا بنقول على سبع سبعه بقى فيه تركات. إدو الراجل فرصة بقى. بس كده. يعني أنت فاهم إزاي؟ إنما أنت الراجل وأصلي فين سجام وأصلي كذا. والراجل حفظهم وبقى بيغير أوتوماتيك. وبقى عنده كذا وحفظ اللعيبة ووظف اللعيبة. طب الراجل ده لسه يا جماعة ما عملش الكلام ده خالص. الراجل ده ما عملش الكلام ده خالص لسه. في البداية. ممناسبة الهدف اللي قدامنا لبرونو سافيو يا أستاذ عصام. كانت فيه كلام كتير قوي على سافيو من أول ما نضم للأهلي. لجنة الانضباط. إيقاف برونو سافيو. آه الراجل اللعب في 12 نادي. ده وصلت إنه بقوا مصادر هناك بيسيقلوا هنا أكتر ما بيسيقل في بلده. يعني بقوا نجوم في الصحافة هنا. إيه الجمال ده؟ أنا عرفت رئيس لجنة الانضباط بالإعلام المصري. مش كده إيه الجمال ده؟ الناس بقت سعيدة قوي. ما بينك برضو ما حدش فضلهم كده كل شو هيسأله على لعيب عنده إنذار ولا لأ؟ طب فين الراجل يعني ما توقفش؟ ما بيلعب؟ يعني لا الحقيقة بص الأهلي دايما يعني قطته جمل ما تعرفش ليه. بس إمتى لما يحب يعكن الجمهور الأهلي. لكن لما تبقى حالة زي كده أنا شايف أنه التغطية لا طريق بالحدث الحقيقة حتى الآن يعني. يعني الحمد لله أن الأهلي له إعلامه وله قناته. لكن في العموم مجرد نقل أحداث. محدش عايز يقول ماذا قدم الأهلي. لا الأهلي قدموا وجبة فنية أكثر من رائعة. يعني وحسنا فعلته أني بقى موجود واحد من كبات النادي ومطاق بمصر. كابتن محمد عشان. عشان يقول للناس لا المكسب ما كانش نتاج شوطة. وصعوبة المكسب دي يا أستاذ عصام. وقته. صعوبته في إيه؟ إن ما فيش طرف في النادي الأهلي ما كانش عليه ضغط. من أول مجلس الإدارة. جهاز فن جديد. لعيبة اتنفضت السنة اللي فاتت وضغط عليها. وكم انتقادات غير عادي. ونجوم كبار. في لعيبة لسه صغيرة طلعة. في لعيبة جاية من بره عايزة تثبت نفسها. كل الكلام ده كان يمثل ضغوط كبيرة على فريق النادي الأهلي. وبيلعب بطولة من ماتش واحد. من ماتش واحد. فالقصة دي صعبة جدا جدا تقدر أنت تتغلب على الكلام ده كله. وتطلع بالشكل اللي احنا شفناه بالأداء الكبير. بأنك تكسب كمان مش اعتباطي ولا ضربات جزاء ولا حاجة أنت بتكسب. الهدفين بجدارة. باللعب مضيع قد الهدفين. دول 3-4 كمان مرات. وكان فيه رجل الجزاء. وكان فيه رجل الجزاء. وراجل ما فكرش. يعني أحسن يقول ما فيهاش. لكن يقول مكتفة واحد فوق واحد تحت. إزاي؟ إزاي بقى فيه مكتفة. مكتفة إيه دي؟ كتفته في رجليه بقى أنا ديته كتفة. أول كتفة القانوني كان معمول بدن الرجبة على الكتفة. يعني صعبة جدا جدا. أعرف يا كابتن عرب يا سيد محمد كان أحسن قال إيه يا جماعة الناس صحابه ما صوتش. يعني بدن بقى هلبتكم إيه دي. وعن نتكلم على الجزء التحكيمي ده اللي فيه فقر نتكلم فيه عن موضوع التحكيم. لكن سيد عصام التصريحات اللي تقالت قبل المباراة وبعد المباراة بتدينا رسالة ومدلول أن الجهاز الفني هنا اشتغل. والجهاز الفني هنا كان بيتعامل على فكرة أنا بطل الدوري وبطل الكاس بس. حتى الشناوي لما تسأل بعض الأسئلة المحرجة أنا بقولها محرجة. أيها. أنتوا خسرين دوري أنتوا خسرين كاس أنتوا الدغوط كلها عليكم. رد الشناوي قالوا يا جماعة أنتوا نسيين مين بطل أفريقي آخر سنتين؟ مين واخد اتنين برونزي آخر سنتين؟ مين واخد اتنين سوبر إفريقي آخر سنتين؟ التصريحات دي يا أستاذ عصام التقارج قناقد رياضي وكاتب صحفي. بترصدها إزاي؟ وشايف تأثيرها الإعلامي على لعبة الأهل. برصدها أولا مش من العدالة أنك تتكلم عن موسم فيه بطلتين محليتين والكاس بتاع الموسم ده سيدي الأهل ما خدهمش. والزمالك فاز بواحدة الدرع واحتفظ بدرع وماشي. فين بقى بقية السيزون؟ السيزون اللي الأول مرة في تاريخ القرى بسبب ضغط الوقت. يبقى فيه اتنين أفريقيا في سنة واحدة. ما كملوش السنة. ما كملتش 12 شهر. صح أو لا؟ صح. تروح ببرونز ويقولك ليس كل ما يعرف يقال. اللي بيده أي لعيب دلوقتي لنادي. تمام؟ وانت تروح تلعب بولادك. أنا بقولك تلعب بولادك وكذا. وترجع بالبرونز بتاعك على الأقل. ولولا خد تلموس في ماتش بالمراس كان ممكن تلعب. أنت ناسي حاجة مهمة كمان. هو وصول للنهاية إفريقيا ده كده بقى عادة ده الطبيعي. لا ده لسه بقى. الناس اللي خرجت من بدري خالص. أنا لسه جاء لحضرتك. أنت بتلعب من أصل ست نهايات خمسة. أنت عايزي يعني من تواء مننا. بجد يعني أنت عايزي مننا. لكن الإدارة الحقيقة كانت جاهزة في المعاد بحب احترافي لعزلة التين بتاعه. وفي الأهل المطالبة ما بتبقاش بالقطعة وسأل الكابتن. صحيح. تمام؟ يعني مش هيقول لك أنا بعمل كده عشان تفوز ببطولة ما. لا. لأ انت كتب عليك كل البطولات. لازم تلعبها الأخيرة. وعادي مرحلة. ما عندناش الزار. الفرحة اللي قدامنا دي. على فكرة يمكن أكتر الناس اللي بتفرح زيادة أو كمان. لعبة ما لعبتش. يعني ياسر أبراهيم بصه الدم. ياسر ما كانش بيلعب. حسين الشحات. اللي هو كان أساسي على طول. اللي كان أساسي على طول. ياسر. على ذكرة. يقول سوى هو متولي. اللي بيلعب مكانه يا كابتن حشين. هو متولي. على أساسي انت قلت كان أساسي. ومنتخب مصر. طبعا ما أنا بقول لها حضرتك. يعني وراجل قاعد بكل فرحة. أيمن أشرف. بره القايمة بارح. يا كابتن يا جماعة دي الكذبة اللي بتتكذب. أنا آسف. إنه الراجل مش مستبد. الراجل حصلا لما اضطر يرد. الراجل ده ما بيردش وانت بقيت أكيد حافظه. ما بيردش على شغله. أيها. الراجل قال يعني ايه تكلمني عن 3-4 متشاط في فريق عنده. مباريات طويلة تلأجل وتقول ده لعب وده ما لعبش. ده أنا لسه بتعرف على لعبتي. صحيح. الله. هو بين الثقافة تانية مش موجودة عندنا. الله ينور عليك. الثقافة تانية مش موجودة خالص. مع الراجل. سواء عند إعلاميين عند ناس. عند ناس قصة مختلفة خالص. وبعدين زي ما رسول قصان بيقول. ده أنت البطولات ايه؟ إحنا احنا كان أيامنا. أما بطولتين وقضاء الدور وكاس وبطولة إفريق. دلوقتي كم من البطولات. خمسة مغافي السنو. محتاجة تلاتين لعيب فوق التلاتين اللي موجودين. كلنا يبقى ليه دور. كلنا يبقى أهم حاجة في السيستم ده. إن لعيبة. لعبة الكرة أسكية. أول ما بيراقوا راجل فير. وبيستفيدوا منه. يا أستاذ محمد. بيستفيدوا منه خبرات. بيطور له أداءه. فورا بيبقوا حاسين بهذه المقيس من هالعدالة. وما بيبقاش اللي أبع عندهم بالكيلو. يعني ما يهموش بعد تسعين دقيقة. يهموا إنه ليه دور. صحيح. مرسوم إنه هو يبدأ بيه. وبالتالي لازم الناس تبين شغل الراجل. لأنه واضح إنه هو كما الشريحة اللي هو جاي منها. ما شاء الله. مش بتاع كلام ابن عم حديد طول الوقت. خالص. خالص. طيب. كنت تنحشيش يعني. الصورة اللي قدامنا اللي مش عايز برضو أبعد عنها. أنا شايف يعني حالة الحب. وفيه فيه انتسجامة بين اللعبة. اللي اتنين اللي بيرقصه قدامنا. علي لطفي. احتياطي بعدما كان أساسي. نهاية الموسم الماضي. وياسر إبراهيم. حسيني الشحات. أنا عايز أركز على المجموعة. مبارح اللي ما كانتش موجودة في المباراة. فرحانين أكتر من الأساسي. صح. يعني فرحانين أكتر من اللي كانوا في الملعب. فرحة كبيرة جدا من الناس كلها. كمان محمد عايز برضو نسكر حاجة. أنا مبارح شفت لقاء في قناة الأهلي. فرنو صلاح مع محمد عبد النعم. عجبني قوي كلامه. وده يقول لك الراجل غير الفكر إزاي. محمد عبد النعم كنا أخذين عنه السنة اللي فاتت. إنه الراجل بتعال على الكرة شوية. هو نفسه رد على دي. وحس إنه كبر بقى. وحس إنه كذا كذا. مبارح. مبارح حصوصام. بيتكلم حقيقة أنا فعلا أنا كنت غلطان. أنا كنت كذا كنت حاس أن أنا كذا. إنما دلوقتي لأ. أنا الكلام اللي حصل ده كله. نتيجة الزميل في الملعب. أنا لسه معماتش حاجة. أنا لسه أصغير قدامي كذا كذا. أنا مش مغرور. يعبص طريقة الكلام اختلفت. طبعا طبعا. فده يديك انطبع عن الجو العام. اللي الراجل ده حطه في. عمل والفترم. صحيح. طبعا طبعا طبعا. مهمة جدا جدا. الحاجات الصغيرة دي ملعب يطلع. على قناة الأهلي أو قناة كبيرة. هذا قناة الأهلي. ويتكلم الكلام ده بعد فرحة كبيرة. مش أنا بقى إيه أنا عملت وإنا كذا. يعني. وبدن بقى كويس خلاص كنسبة. التقويم بقى بص التقويم. عايز يقول لك أنا تقومت الله عليك كابتن. عايز يقول لا أنا خدت دروس. أنا خلاص هتلاقه واحد تاني. وانا مش مغرور الله الناس كانت فاكرة عني كده. إنه ما كذا يعني. لأ كابتن فيه كلام محترم جدا. كمان ده نتاج يعني خبرات متعظمة. جيل بعد جيل في النادي الأهلي. بارح الشناوي. عارف كل واحدة يقف فين. بيسأل عن بروتوكول. استلام الكاس بعد المراسم. هيقف بها فين. هيروح فين اللعيبة وقفة. أصلا وانت بتحتفل. ايه الجمال ده. يقول لهم مؤمن هنا. ويعمل حركة مؤمن ربنا يا ربي يدينه الصحة. لحبة الشناوي عايز أقول لك. من أسهل المعسكرات اللي كانت على محمد الشناوي كدوره ككابتن للفرقة. لا راح قال لحد ديه في التليفونه. اتفاجئ أصلا إن أصغر لعيب في الفرقة هو اللي جاي من معسكر منتخبه لهم بيقفل تليفونه عشان يركز مع الفرقة أحمد نبيل كوكا. اللعيبة اتفقت من غير حتى الشناوي ما يقوم بالدور ده كل اتنين في القوضة بيبقى كل واحد مع تليفونه. اتفقوا جميعا إنه لا يبقى تليفونه واحد في كل غرفة هو اللي شغال عشان بس التواصل. التواريق أيه هو التواصل عشان التواصل. ده مسئولية دي مسئولية أكيد يا أستاذ عصاب. تاو يتصرف أكيد إنه واحد مكبات لما لقى الشناوي واللعيبة يعني الكبار زي ما بيسموهم في اللي تيام بيعملوا كده هو كمان بقى يروح يقول لهم لازم لازم. صحيح صحيح. كل ما بينهم طلعنا. انت فاهم إزاي ينتظل دي ما لاحقش المسكورة دي مع يعني في الوضع الطبيعي بتاع العيبة الكبار بيعاب الدايز على إن الرجل فرحانه وبتنطق يعني يعني بص يعني بص بالحالة. نادي واقف معاه طبعا. وده برضه من الناس اللي كان بيصوب عليها يعني في الرأل من أول يوم. طول الوقت. صحيح. صحيح. مزمنة. 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 يعني شوفوا حاجة غيرها طيب لسه هنبني على الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا لازم نبني عليه ولازم كمان نشتغل على الإيجابيات على فكرة النص خلاص بقيت فاهمة السلبيات بتتوجه بغرض ايه وبهدف ايه لكن جمهور الاهل اعتقد بقى واعي حتى نبارح في متابعة المباراة والاهتمام بالمباراة وفي كل تفاصيل المباراة الجمهور بقى خلاص واعي وعارف جدا مصلحة الاهل ايه اللي ممكن تتقال خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله مستمري معاكم في التخطي عشان نتابع وصول ابطال النادي الاهلي ابطال السوبر 12 لقب سوبر يعني 3 أضعاف أقرب دستة ساذ عصام قالك الاهلي معاه دستة السوبر ان شاء الله بإذن كمان يكون يعني الفترة اللي جاية البطولات الافريقية مقرابين من الداستة احنا عشرة يعني دخلناها على اتناشر احنا على احداشر واثناشر ان شاء الله يبقى في دستة كده ان شاء الله في كل بطولة مع النادي الاهلي التخطيئة مستمرة لكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين تخطيئتنا مع الاستاذ عصام شالتوت والكابتن محمد حشيش على شاشة قناة النادي الاهلي مليوم مبروك بطولة غالية وعلى مستوى الشخص انت كنت مستني عزي المباراة الحمد لله اللهم لك الحمد لله شك لك يا رب مكسب مهم مكسب مهمة طبعا بهديئة الهسرتي وبهديئة الجمهور النادي الاهلي كله الحمد لله اللهم لك الحمد لله شك لك يا رب عايزين ان نبريك لك على افضل لعب في المباراة الحمد لله ده كله تعب زميلي بحمد ربنا البطولة ده اول بطولة ده هتفري معنا كنا لنا كنا مركزين قبل المتش محدش كان بيتكلم حد ما نكلمناش كدير في المتش كل اللي عبا كتمركزه عارف اهمية المتش ده بدأت مرسل بخير علينا ان شاء الله نقعد جمهورنا دلالي بإذن الله نشتغل لو ندعب بإذن الله وكل بطولة بإذن الله النافس عليها ان شاء الله محمد عبد المنعم واحد من اللعبة اللي بتصق فيه جماهير النادي الاهلي وبتحبه جماهير النادي الاهلي شايف الحب ده ازاي وشايف الصقة دي ازاي لانها ما بيجيش من فراغ الحمد لله بحمد ربنا بشكرهم طبعا بشكر جمهورنا اللي دايماً في داري كان فيه فتر لفتك الناس كل شو يقول لك ده مغرور ده كبر مش عارف ايه انا شخصية غير كده خالص الحمد لله انا متربي وعرف ربنا الحمد لله كويس واسطة اللعبة كده فيه حاجات اه قدت ممكن اكون بزويدها شوية بس ده كده سكة في حاجة بنتعلم لسه صغير بتعلم وان شاء الله بإذن الله اللي جاي بقى احسن وان شاء الله نعمل اكتر جهد عشان نفرح الجمهور ونفرح النادي الاهلي ان شاء الله اقول منعم او كامبوس يعني يعيش معك فترة طويلة في قطاع النشئين في النادي الاهلي ومحمد عبد المنعم واحد من اللعيبة اللي مكيش مدرب في قطاع النشئين الا وراهن عليه وقال ان محمد عبد المنعم هيلعب فريق اول وهيلعب متخب مصر الحمد لله اللهم لك الحمد شكرا رب كل المدربين في قطاع النشئين ناس محترمة استفدت منهم كلهم كل المدربين مش هادة انسى حد بس اللي علم معي صراحة كابتن ناس الرجب وهذا من الشخصات المحترمة ده اللي لعبني مستعك أصلا فبشكره وبشكر عذا واجه شكر لأبو يا أمي وإخواتي دول التصنع دي بجد قبل المتش لما بكلمهم ألاص بما ضمن لنا بكسب هذا العظيمة فاروق يا رب من هم تكلمهم كل بطش والله يا فاروق لو عرفت لو رميت عليه وما فتحوش على طول بقلع المرة دي الحمد لله فتحوش على طول وأشكرهم ودايماً فضاري سيد خلي بالك برضو أنا عارف أني سيد بيعمل معك مجو كبير ربنا خليهم لي يا رب ومحرميش منهم ودايماً كده أقدر فرحهم يا رب زي ما شوفت حضراتكم بالتأكيد ده تصرحات محمد عبد المنعم طلبتك أومر كابتن حشيش الله يخليه يعني بص النص أصلا عجبتني يعني دي مهمة أوي في تكت كده صغيرة لازم برضو تتوضح فهو وضحب نفسه ولكن ده اللي كان بنتخد عليه أكيد أن أنت لسه ما عملش حاجة وبتعالى شوية وكذا وكذا ومع حتى في مرة من المرات كان عمل موقف برضو مع العيب زميل وكل الحاجات دي كلها بص أي بغيرت عايز أقول لكم في الكواليس الكابتن محمد حشيش فجئنا بمعلومة يعني أعتقد ناس كتير أول مرة تسمح محمد عبد المنعم كان بلعب راس حربة كان بلعب القطاع راس حربة وكابتن ياسر رجب ياسر رجب حوله بص بقى من الأخي الخالص من راس حربة لمساك فعشان كده هو بيجيد الكورة وعرف الراجل هيروح فين وعرف الراجل هيروح فين طبعا احساسه بقى بالمكان بتاع الفيرود أنه هيروح كذا أو كذا وبينقل الكورة صح ما شاتتش طلع الكورة في الرجل هو برضو صاحب مهارة يعني يعني عايز يؤكد اللي حضراك قلته فنيا من الراجل نقلوا نقلة تاني طبعا يعني بيقول أننا التكويم ده أكيد وراء هذا الكوتش وفريد ياسر رجب أحب مهمة يحقانا شيء وعدين فعلا ياسر رجب كده حبيبتني فيه وطوله أمور كالراجل وهو بيلعب يعني طبعا لقصة جميلة مدرب محترم طيب برضو عايزين نأكد على خبر مهم جدا كنا ما استنعين بس البعثة هتصل للقاهرة عشان نتأكد من المعلومة مرسل لقرر قرر أن يكون فيه تدريب الساعة 2 الظهر على ملعب التتش بالجزيرة بعد وصول البعثة بحوالي ساعتين الفريق يتجه مباشرة من مطار القاهرة الدولي فيه ساعتين هو المشوار يعني ساعت رات نشر ومصر آه تبتقول احنا بالنسبة لنا بالساعتين لكن الفريق هيتجه من مطار القاهرة الدولي إلى ملعب التتش بجزيرة عشان تبدأ الاستعدادات لمباراة الداخلية يوم الأربعة تمريني النهاردة الساعة 2 خبر زي ده يعني حرج بقى تشرح فكرة وأهنييته الخبر ده يعني الجزء الفني هنا وأنا أقول تصوري لكن الخبر ده ما يكتبش عادي الخبر ده يكتب ويبين شغل الراجل وإدارة النادي اللي سايبه لكل حد عمله الراجل مش عاوز يوم عين في الاحتفالات وخلصنا هو قصده يعني قصدي مع اللعبة بيتكلم كده الحاجة التانية إنه عنده شغل كنت مثلا الكابتل حشيش وأكد هالي إيه الشغل ده إنه فيه استشفى لللي لعب وفيه لللي ملعبش أكيد عنده معهم يعني يرون تدريب بقى إذا كان بدني إذا كان فني فعايز يكمل شغله قبل ما نروح صح التأكيد بقى على الكلام فلازم الخبر يكتب كده صحافة التأكيد على كلامك بقى إنه مبرح فيه حديث لكلر في الملعب فبيسألوا بقول مبروك على البطولة وبتاع فمن ضمن الكلام اللي قاله ويريد برضو لو عندنا يجي إن أنا لسه عمل لهم كده لسه جعان برضو عايز بطولات تانية أنا دي بطولة من مباراة واحدة ولسه فأول الطريق بتاعي بس أنا باصص على بطولات كتيرة تعالي النادي الاهلي لأن النادي الاهلي كانوا بيقولونه جمهوري الاهلي دايما جاء للبطولات فقال لهم وأنا كمان ده الراجل الراجل باصص ما خلاص البطولة دي كانت مبارح خلصت هو باصص اللي جاي لأن النهاردة مهم جدا من ناحية الفنية إن ناس بعد التعب التسعين دي مبارح وبعد كمان ده فيه تسعين دي بعد المطش في القوتيل تنطيت حفلة اللي في القوتيل دي كمان أصعب من المطش في التنطيت حتى هناك في القوتيل ما كانش عنده وقت ينزلهم إذا كان فيه مغاطس أو حاجة ما فيش وقت راحوا لمطار على طول والواحد في الفرحة بنسى نفسه من التنطيت والرأس والحاجات دي فعمل ما يكون بتبقى حمل بعد الحمل بتاع الملعب على العضلات زيادة فلازم كهو محتاج أن هو هيوديهم طبعا على التمرير لازم ينزل ياخد إحساس الملعب يفوق العضلات فيه اللي هنزل مغطس فيه اللي هيعمل استشفى فيه اللي هيتمرن أيوة إنه مش هيدايع اليوم شابع اليوم علي لأن الفرق كمان ثلاثة يام فيه مباراة يوم الأربعة يوم الأربعة يوم الأربعة نتكلم أنه هرده السابت خلاص يعني حد اثنين ثلاثة في المعاصف طبعا وهيسافل اللي مرشو مش في القاهرة بالزبط دي محتاجة تأهيل كويس جدا لأن انت ماجي الحمد لله كويس قوي عندك ميزة كمان موجودة الناس برضو عارفها أو اللي مش عارف يعرفها إن انت بتتكلم على كم مباراة واستصام خمس مباراة اتنين إفريقيا واتنين دوري واحدة بطولة سوبر كلينشيت دي برضو يعني من الحاجات اللي عايزين نستمر فيها يعني عايز أشرح برضو للسدن للمشاهدين دي كويس عودة البعثة النهاردة صباح اليوم ده لقطات من مغادرة الفريق لفندو الإقامة في مدينة العين وهتشوفوا دلوقتي وانتم معانا على الهواء مباشرة يعني توجه الفريق من فندو الإقامة إلى مطار أبو ظبي استقلال الطائرة العودة للقاهرة الفريق الحمد لله وصل بسلامت الله كل الكواليز هتشوفوا دلوقتي معانا على الهواء مباشرة كواليز خاصة وحصرية لجماهير النادي الآلي في كل مكان وجماهير القرى المصرية أيضا اللي بالتأكيد بتبقى حريصة على مطابعة النادي الآلي أفضل نادي مصري وأفضل نادي إفريقي وصاحب الألقاب والتاريخ الكبير اللي البعض كان بيلعب شوية على جزئة التاريخ بس كل ما ترهن على التاريخ هكون حاضر وموجود في الموعد وأقدر أكسب وحقق الهدف سؤال بقى هي الناس دي مراوحدش يعني بالبرح بالليل كانوا بيعاهم في القتيل بيتنططوا وفرحانين والناس موجودة معهم بص الصبح هم وهم إيه راحين على المطار وكان في جمهور كمان على فكرة يعني اللقطات اللقطات اللي أعطين في المهور يعني غريبة يقل ده أعرف بس يعد اللي هي آخر أماكن عشان يبقى عند اللوبي هتلاقي في ناس مستنياهم في طريق الباص السابق سايبة حياتها كلها أناك ومع النادي الأهلي لأن الأهلي بالنسبة لهم حياة تعالف تعالف النادي الأهلي ومحمد برضو لما في بعثاتنا بيشوف إيه اللي بيحصل طبعا حضرت في ملعب هزعب نزيد تلتة مغريات ما يدوبك ما بزوغ النهار آآ آآ التحرق ده كان حوالي الساعة سبعة الصبح في بتوقيت أبو ظبي ساعة أبو حمد ساعة سام عارف وحضرنا من زمان وكان بيسافر معنا بس من الأجيال بتاعتنا الحاجة الوحيدة اللي عمرها متغيرت هي جمهور النادي حقيقة على مر الأجيال كلها سادي الفندة الحمرة أو يقعد على كرسي مجلس الإدارة أو يمسك جهاز النادي لا أي حد ينتمي للنادي الأهلي بقعش وفي ميزة في جمهور الأهلي بقعش ما بيعملش أبطال من الهوى صحيح يعني فكرة فيلم بطل من ورق دامش عنوان دايما موجود في جمهور الأهلي يعني جمهور الأهلي يوم ما بيشجع لعب بيشجع لعب فماتش لهدف للعبة صحيح لكن ما بيخلهوش أسطورة إلا لما يكون بجد أسطورة تستحق ده وعلى فكرة ولما بيجي حد من الزنب أنه هو ما قدرش يكون بحجم النادي الأهلي بس هو يعني زي ما بنقول بقى محترم وكذا بيحترموا للنهاية وبياخد ودع شيك وعمرهم ما بيقولوا عليه أي حاجة إلا بقى لو هو قال بقى أنا الأعظم والناس مشهون حضرني حاجة عايزة أقولها دلوقتي تفضل حب جماهير النادي الأهلي للنادي الأهلي بيحسسني برضو بالله أنا شفته مبارح وشفته على مدار سنين من دولة الإمارات والشعب الإماراتي حبهم لمصر للبلد دي كل خطوة حصلت مبارح كل موقف تحس إن الناس بتعاملك بحب استقبال بحب تنظيم بحب كل حاجة فيها حب كبير والحاجة كمان اللي بزودة فرحة جمهور النادي الأهلي بالبطولة مبارح إنها بتتوفق مع الخمسين سنة علاقات اختاروا التوئيد كانت خمسين سنة الله ينور عليك الله ينور عليك كانت خمسين سنة حب مسمينا كده وأخوة وشراكة حاجة جميلة فاختاروا التوئيد ده والترجمة كممكن ياخذوا على فكرة كممكن ياخذوا سوبر أوروبا كممكن ياخذوا ماتش بيرير المدريد ومارشلون لكن اختاروا مصر لأن أي إفنت بيتعمل في المصريين بيبقى عامل كده. طبعا. هم يفرحوا معنا ودي ميزة نوعية عندنا. حتى أنا ساعات لما بقول يا أخوان إحنا نفسنا ما نبقاش يعني إيه. لما يطلع أقول لك إيه أصلحنا نروع عشان بيعملوا كارنفالات في الإمارات أو في أي بلد شقيق يعني. أنا ساعات بيخلونا نقول طب وإحنا نفضل قليل الكارنفالات يعني. أنا مقصدش هم خالص بالعكس. الناس بتشتغل بلادها بصورة شرف وبيقول لك إنتو الأصل وإنتو وكذا. طب إيه عمل لنا إيه أكتر من كده. لكن قوان بقى أن إنت ما ترجع يعمل الملعب زي ده بقى يا أخي. ويعمل الإضاءة زي ديه أخي وقات كاميرات زي ديه أخي. أنا بقول لك أرجع الجمهور. وديك شفت أهو لما فيه أمن ما بفيش كلام. وأهل وزمالك يعني أصعب اتنين بعض. طبعا مبارح شفت جمهار أهل كتير في وسط جمهار الزمالك. طبعا عادي جدا. طبعا عادي جدا. ما فيش أي مشاكل. يا بيه فيه قانونة بيه. صح. فيه قانونة بيه يمشي على كل. طالما ما فيش اللي قلنا أنا والكابتن عشيش. وانت أتحكت اللي هي تبص الوقت. أه ماشي. طب ده ماشي. كل حاجة تبقى تمام. سيبه ده سيبه عديه. كل حاجة تبقى تمام. الجمهور مبارح قاعد. فيه جمهور قاعد. لو عمل بس برجله كده يبقى في الملعب. الصورة دي الساعة ستة سبعة صباح. طيب صد. دول ما نموش. دول واقف قدام الأوتيل. لغات الصبح. يعني فرق بس أربع خمس ساعات من وقت منهية المباراة والفرقة في الأوتيل. لغاية توقيت المغادرة. للزملاء من صحف أخرى يعني ومواقع. بقولوا الناس فعلا راحت ورا النادي على الأوتيل. ما حدش رجع ولو وقت صندوتش. يعني يبدو فيه حضائق. ما مشيوش. ما مشيوش. الصورة مبارح كالجميلة. بص الحب بقى. والفرحة اللي شفناها في الأوتيل مبارح. أنا فرحان لشادي قوي. شادي حسين. فرحان لعيب كويس قوي. بحب أنا من زمان من متابعتي ليه. ابن التالتة شمال. وكمان هو أهلاوي أهلاوي أهلاوي. يعني وبعدين أول بطولة ياخدها مع النادي الأهلي. يعني ومع المنافس فدي حاجة. دي مجنف افتتاح الدوري. حاجات تنم منه بني آدم كويس. لو شفت الاسبرينت اللي فقعه بعد الجن بتاع سافيه. ما حش خد باله. كلهم جري لوحده على الجمهور. جاري سبرينت وورا الجن حاجة مش ممكن. لسا الأستاذ بيفكرنا مكانه. أيوة. أيوة. الله ينور عليه. ويعرف بور الجمهور. قال جملة مبارح. يمكن الصفحة الرسمالي نادي الأهل لما رصد الاحتفالات من أرضية الملعب. قال جملة. والله أنا مبارح سمعتها من أهلوية كتير. إحنا الأهلي. الأهلي رقم واحد. الأهلي رقم واحد. إحنا الأهلي. رقم واحد. لما لعيب. مشكلة مبارح. لما قالوا الشور عليها للجمهور. لعيب لما يقول ده. ده واحد عايش ما بين الجماهير. ما تقول اللي قبلها بقى. إن أيام التعقدات. وخبالك إزاي. وقالك يا شادي. زمالك لأهلي هو الرجل طلح حسام. ما قال لهم أنا أهلاو أهلاو ميت على الأهلي. فما فيش مجل الكلام. ما حدش أفوضني. إلا النادي الأهلي فأنا مش هفوضى أروح. ما معرفش كانوا إزاي بيقولوا هنا وهنا. في نقطة حصلت في تقديم شادي حسين. وكانت جديدة على كل الناس. لأن أول مرة يشوفوا لعيب بيقدم نفسه للجمهور. بيمسك العالم بتاع الجمهور في المدرج. مسكة العالم دي حسب من خلال متابعتنا. لما قلنا بنزل الملاعب. يعني بنحتكي بالجمهور وبنسألهم والجروبات. مسكة العالم دي بيمسكهاش إلا. قائد الأوركسترا بتاعت الجمهور. واللي بيعزف في المدرجات. اللي بيعبل اللقطة بالزبط كده. ما يمسكش العالم ده إلا الواحد. اللي هو الوافي. القريب جدا من الجمهور. اللي الناس بتصغ فيه. التفهات. التفهات أيوة بالزبط. اللي هو واحد التالت شمال من. من أصل المدرجة من أصل الجماهير. بالزبط كده. ما التفاصيل دي مهم الناس تعرفها. من القيادات. هو محتاج يعني متى يقلي. الناس تستنى عليه شواء أي أشياء دي. طبعا. مش عارف ليه الناس حط في دماغة. انه لازم يجيب عشرة جوان. عشان مقتنعين به قوي. من خلال السنة اللي فاتت. ولعبه من الهدفين الكبار. وجاب جوان كويسة. نفسهم اللي عملوا بقى بره ده. يعملوا مع النادي الأهلي. ما هو لازم يستعجلين عليهم. دول وقته بس. أنا حاس ان هو بدأ يدوس على نفسه بزيادة. عشان يعني عايز يرضي الجمهور. لأنه منهم. زي ما محمد قال. فكده يعني كتير عليها. يبقى عليه لود أخر الحقيقة. وبعدين فيه كمان حاجة. برضو الناس لازم تعرف. ان الوضع السنة دي مختلف فيه. ان العيب اللي بينزل مالعب دلوقتي. بيبقى عليه ضغوط. لأن فيه بره اتنين. على الهل في كل مركز. ضغطين عليه. وعادين الراجل واضح. ان اللي هيقدي. وانا سمعتها من اللعيب من اللعيبة. بيقول الراجل اللي هيقدي في الملعب. هو اللي هيلعب. ما عندهش فلان ولا فلان ولا فلان. عشان كده ده اللي مريح اللعيبة. لا واكبر دليل. هو الغد دلوقتي. مش واضح بالنسبة للناس. مين رأس الحرب الأساسي. لا لا خالص. يعني هل شادي. هل محمد شريف. هل ممكن حسام حسن يظهر. صحيح. أنا بدي كل اللعيبتي فرصها. صحيح. الراجل مش عايز بقى قوله. قد علمت مين هيقدي. لا 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 لا. أصلاهم في أجندتي. لا. عايز يدي كل اللعيبة. فرص. فرص. والغاية دلوقتي بقوله. أنا لسا بشوف. وبشوف. عشان لما يبدأ. وبعدين الراجل ده. والكابتن برضو لو أنا غلطان يصحح لي. مفيش مدربين في الشريحة ده محمد. بتعمل ده رقم واحد وده رقم اتنين. بيسيبوها في القوضة موت نفسك. عشان تسمع اسمك من أول حد عشر. لكن ما بيقولش يا أصلا. عندي المهاجم رقم واحدة حتى. يا أخي والله لو جريزمان. لا برضو. هي بالفعالية. هي بما ستقدمه من خلال التكتيكل. على الراجل العامل. قبل ما يبقى. عارف لصلا صوت. لنرجع لخط الحشيش. بس أخرج إلى فاصل. وبعض الفاصل لسه مستمرين معاكم في التقطاع الخاصة. ولسه عندنا مفاجآت. لكل جماهر النادي الأحيان. وشوية تكتير. ترجمة نانسي قنقر. أهلا بحضراتكم من جديد. ومازالت التقطاع الخاصة مستمرة. وزي ما نشايفين على الشاشة. كوليس عودة بعثة فريق النادي الأهلي من أبو ظبي. للاستعداد للمرحلة اللي جاية. اللي بدأت الآن. يعني الفريق حاليا في مطار القاهرة للدولة. وهتشوف الأطاط حصرية. من مطار القاهرة لوصول البعثة. لكن ما فيش أجازة. ما فيش رحة سلبية. بعد أقل من حوالي ساعة وربع. الفريق هيكون موجود في ملعب التتش بجزيرة. لاستكمال الاستعدادات لمباراة الدخلية. تدريب استشفاء لللعابة الأساسية. مران لللعابة لمشاركتش في المباراة. مران كمان مع المستبعدين في المباريات الأخيرة. فبالتالي العمل مستمر ومتواصل. وزي ما نشايفين على الشاشة. كوليس خلاص خروج الفريق من مطار القاهرة الدولة. طيب تفاصيل أكثر عن عودة البعثة. والجديد النهاردة في النادي الأهلي. خاصة أن النهاردة في مجموعة من القرارات كان أهمها. أن النهاردة مفيش راحة سلبية. وفي تمرين زي ما أكدت لحضراتكم. كل التفاصيل تي بيتأكد أن أعرفها من خلال لازمنا فاروق صلاح. موفد قناة الأهلي. والذي كان موجود مع البعثة من اليوم الأول. وحتى الوصول. مساء الخير يا فاروق. ألف ألف مبروك. خلينا رحب بك يا محمد. وبركلك كل التحية لك. وكل التحية لك. مليون مبروك يا محمد. مليون مبروك لكل جماهير إلى النادي الأهلي. خلينا ولكن وصلنا. الحمد لله على السلامة. الله يسالك يا محمد. وصلنا كم من دقاق إلى مطار القاهرة. ولأ ليحمل كأس السوبر رقم الـ 12. طريعا يعني الفريق بيحضر للتوجه إلى ملعب مختار الفيتش. لأداء تدريباته. مستر مارسل كولر خلاص. أفل صفحة مباراة السوبر. أفل الاحتفالات. بدأ التحضير لمباراة الدوري. ولقاء الدخلية. تركيز كبير جدا. يعني عايز أقول لك يا محمد. وإحنا على الطائرة. مستر مارسل كولر بيتفرج على المباراة. بيشوف إيه الأقطاء اللي فريق وقع فيها. بعض اللاعبين. يعني طلب النسخة من المباراة. يتفرجوا ويتابعوا. كل اللاعب بيتفرج على نفسه في المباراة. بيشوف إيه أهم الأقطاء اللي وقع فيها. العقلية محمد الموجودة في لعبة النادي الأهلي. وللواحد لمسه من اللعيبة. اللعيبة بتركز فيك تفاصيل مهمة جدا. مستر مارسل كولر بيحط قواعد للعبين في تفاصيل. في أمور كتير جدا مهمة. كلامه وتحضيراته. مبسوط جدا طبعا بالانتصار. مبسوط بأول بطولة ليه مع فريق النادي الأهلي. وقال لسه أنا عندي كتير. لسه يعني قدامنا مرحلة طويلة. قدامنا شغل كتير. اللي احنا لمسينه من التركيز اللي عند اللعبين. فرحة جديرة جدا عايز أقول لك. يعني إحنا موجودين في مقر الإقامة للبعثة. والجالية المصرية. وجمهير النادي الأهلي. وجمهير العنوية الجميع. يعني بحالة سعادة بتتويج. وفوز الأهلي بكأس السوبر. الجميع محمد طالب من الأهلي المزيد من البطولات خلال الفترة القادمة. دوري كاس أفريقيا إن شاء الله. يعني الأمور كلها تكمل على خير. عايز أطمنك على بعض الأمور يا محمد. طبعا كان برونو سافيو قارج للإصابة في نهاية المبرابة. طبعا كان برونو سافيو طبيا ما فيش أي مشكلة تطمننا على. علينا خلال الدكتور. شاد ما كانش إصابة. شاد بسيط يعني يا فاروق أعتقد. قال له هو بتاع الإجهاد الكابتن. إجهاد. إجهاد. إجهاد في الخلفية أكيد يعني. يعني خليني 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 خليني. آه لا عمل سبرنتين وراء بعد. طبعا طبعا. طب قلنا يا فاروق. قلني يا حقيقي طبعا أستاذ الكبير أستاذ عطام شلتوت على وظفه. حبيب يا روح. لأذا الأمر فعلا بالفعل يعني هو فعلا برونو سافيو في آخر المباراة عمل أكتر من سبرنت إجهاد. فطمننا من خلال الدكتور رحمد أبعابلة. أستاذ عصام العيد كبير خد بالك يا فاروق. طبعا. يعني الأستاذ عصام العيد كبير جدا. رأس حربة رأس حربة. أنا ليه شهود جمال سالم ومحمد يونس. اتفضل يا فاروق. وأيضا طمنك محمد طبعا. يعني في بعض الأمور برضو بنطمن خليه من خلالك برضو جمهير النازل حمد عبد المنعم. اللي كان بيتحمل في لعبة محمد بتتحمل على نفسها في المباراة محمد عبد المنعم. كان بلعب ويعنده كسر. كما صرح لنا الدكتور أحمد أبعابلة خلال الأيام القادمة هيتم يعني إجراء بعض الفحوصات. من الممكن إجراء عملية للكسر. في الأنف. في الأنف محمد عبد المنعم. محمد فاتحي يعني اللي عايز أقول لك خلال يعني دكتور أحمد أبعابلة مع حمد فاتحي كان مدور برض خطيف. وقدر برضو يعني بالعلاج بأمور كتير جدا. الروح اللي كانت عند اللعبين يا محمد اللعبة كانت مركزة. عندما كنا نتكلم ونقول لعبة الأهل مستهنية المباراة دي. من أول يوم محمد ونغطي البعثة الأهل أو نغطي المباراة بتصيلها على قناة الأهل. كنا فقدت في كل رسالة بقول لعابة النادر أهلي مستنية المبارا دي لعابة النادر أهلي مستنية البطولة دي ده اللي احنا شفناه لمسناه من اللعيبة جدية تركيز طموح عند اللعيبة أعتقد يا محمد لازم نواجه كمان الشكر والتحية للمسؤولين في دولة الإمارات الشقيق على كل اللي احنا شفناه على الترحيب على الود على أمور كتير جدا تحية لكل المسؤولين اللي قاموا على هذا التنظيم شركة السادات الوطنية وشركة بريزنتيشن الجميع لم يتوانى على تقديم مشهد وصورة طليق بالكرة المصرية أنا مش هقدر أزيد في الكلام ده أتكلم لوجود قيمة كبيرة زي الأستاذ عصام شالتوت الكابتن محمد حشيش وانت برضه محمد تتكلمه في هذه الأمور لأن فعلا مشهد احنا كنا في أرض الواقع شايفين مشهد فعلا يليق بالرياضة المصرية يليق بالكرة المصرية رقي عالي جدا من المسؤولين في دولة الإمارات الشقيق الجميع تعيد جدا الجميع يعني أنا كل مكان في جانبات السادة الزعب نزيد الإمارات ومصر قلب واحد عبارات تحمل كلام من فقامة الرئيسة عفتاح السيسية عبارات تحمل كلام من الشيخ زايد من الشيخ محمد خليفة محمد بن راشد أمور بتدل على عمق العلاقة بين الشعبين فاروق الفرقة رايحة تمرين حاليا وقدامي حتى لطاة هيل التجمع اللاعبين في المطار بس قبل ما اتكلم على التدريب أنا ملاحظ أن الفريق نزل في صالة الوصول صالة خاصة لفريق النادي الأهلي صح؟ الصالة الخاصة بالفعل يا محمد تم استقبل النادي الأهلي في صالة كبار الزوار لصالة رقم على الصالة اللي بيتم فيها نهاء الإجراءات بمقابل يعني يعني صالة الفي اي بي أيوة الفي اي بي وخلينا بقولك أن حاليا الباصل خاص بفريق النادي الأهلي بيتجه الآن بيتحرك بوقتي في طريقه إلى استيد مختار اللي تكفي لأداء تدريبات تفريق النادي الأهلي محمد يعني أنا كلام بكلمت في أمور واقعية الواحد بيشوفها من اللعيبة لعيبة في الملأ في الطيارة مركزة نحن آه هنروح التدريب هنعمل عبدنا بقارات كذا فيه أمور كتير جدا من اللعيبة خلاص آه، آه انتصرنا لكن اللعيبة يتبص للمباراه اللي جاية عندنا مباراة عندنا مشوار دوري اللعيبة مقدرة تماما حجم المرحلة مقدرة تماما حجم شغب جمهور النادي الأهلي لازم نوجه له كل الشكر. يعني محمد إن شاء الله. وشك حلو يا روحة. الحمد لله. طلو بتفعل بك. فاروق سمع أن يكون هناك مباراة ودية كمان. هل الكلام ده صح؟ حاليا محمد لم يتم التأكيد عن أن يكون هناك مباراة ودية أو لا. ما تمش تأكيد هذا الأمر الذي تم تأكيده. ولا أن يكون هناك تدريب. لكن المباراة ودية ما تمش تأكيد لهذا الأمر حتى لا. أنت مكمل معهم يا فاروق للتيتش؟ الزبط يا محمد. نحن هتسجل أيضا لملعب مختار للتيتش. طبعا نتابع التدريبات ونشوف كل الأمور. ويعني هنكون معك بكل التفاصيل إن شاء الله من التدريبات للنادي الأهلي. أكيد فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا. وبالتأكيد رحلة موفقة. وإن شاء الله يعني دايما كده الأهلي كله موفقة. أطفال كلام مهم جدا. الراجل مش فجأة قال هنتمرن. الراجل زي ده ده البروجرام بتاعه. يعني الرجالة دي ما ها ورق إنه هنرجع وعندنا تمرين. وده عنده كذا. مترتب الكلام ده. وحضركم شايفين اللي بيستلم من الإدارين. بس أنا مش قادر أعرف مين الكاس كتة. حدي جاي عشان ياخد الكاس. مش اللي جاي مين يروه. تقريبا ما. مهر. ماشاء الله يعني. جاي استلم الكاس. ده جاي عارف بيعمل إيه ده. جاي يقول له عملنا كذا. وناس راجع معاه الملعب. لا يمكن داي يكون الراجل قال لك عشان لعبنا بقى. إيه وأنا لازم أخد اللعبات. لا لا لا. ده برنامج شغال. ويعني أنا هاسفي يعني هراهنكو. اللي يقول عكس كده. تكسب الرائع رايز. لا مش هراهنك كابتن حشير. حتى المباراة الودية. برضو صعبة تبقى النهاردة هتلاقيها بكرة. النهاردة يبقى في استشفى. اللي ما تمرنوش يتمرنوا زي الماتش. وبعدين يلعبهم بكرة. هو الراجل عامل الموديل اللي برا. اللي هو لازم الفريق الرديف ده. واللي ما بيلعبش يلعب ماتش زيه زي. الفريق اللي لعب. احنا تكلمنا. في تعليق قبل ما أسأل سؤال أخير. لان خلاص هنختم بعد خمس دقايق. في تعليق على. لا هو طبعا يعني. الترتيب ده كويس قوي طبعا. وده تكملة للمسيرة اللي قلناها. ومنظومة كاملة بتسلم بعضها. سواء في الخارج أو هنا. الراجل مرتب أو واضح أنه مرتب قوي. يعني فالحاجات دي كلها بتديك ايه. بتأكد الشكل العام أو الصورة. العامة بتاع الراجل. اللي هو قائد النادي الأهلي دلوقتي. حاجة تطمينك على إن شاء الله اللي جاي. يعني الحمد لله على اللي فات. خلاص انتهى. وتطمينك على اللي جاي إن شاء الله. الجزء الأخير بقى من التغطية الخاصة. عايز أستغلها في الحديث عن طاقم التحكيم. ومش هتكلم على الأمور الفنية. يمكن كابت النصر عباس تكلم عليها. والنهاردة في المقدمة تكلمنا عليها. لكن هتكلم على طبيعة الاختيار في حد ذاتها. لأن ده هيدينا يعني إحساس أو رسالة. إن اللي جاي بعد كده حتى لو فيه استخدام حكام أجانب. واضح إن نظرية ماركك لاتينبرجي في التعاقد أو الاستخدام للحكام الأجانب. مش صح. والبداية كده مش مظبوطة يا صديق صاحب. لأنه هو في الآخر يفترض أنت لما بيتجيب خبير. بتجيبه. بيبقى أول حاجة هو فهمة إنما روح عند الناس دي. لو قلت له معايز مجات وميكروفونات وإقلام. وأقلميين هيروحوا عاملين له ده. الرجل ييجي. كالعادة يعني ما شاء الله ربنا يخللنا الجبلية. يلاقي الناس اللي جاي عندهم مش عايزين يشتغلوا. أساسا. واللي يضارب لك بقى فكرة الثقر. مش عايز أقول الإسم. انت مش الأهل يعمل كده مع الكابت النصام. نحن له. وبالتالي اختيارات فشلة. اختيارات لا طليق. وفروا الثلاثين ألف دولار. وعشرة زيهم إقامات وحاجات. وفروها لأن الراجل بدأ يبان عليه. هو مش عارف يختار مين. وأنا بقول لك. اهو انت تملي بتعمل صبقي ورده. أنا صاح في زميلك. اهو أقول لك صبقي. صبقي بتعلم منك. بتعلم منك. من إبريل حتى الآن. الترقي من التانية للأولى. لم ينجح أحد. حكام الترقي. تخيل؟ لم ينجح أحد. ومخبين علينا خايفين على مصر. مصر بقى أمنا. لو سمعت إن الولاد كلهم ما نجحوش عيني. إيه دا؟ ثم يا أخي أنت أنجليزي. في عشر حكام دوليين في القائمة. هات واحد منهم. إيه فكرة أنك تجيب برتغال وبلغار؟ غريبة جدا. أكن الحرب العالمية قامت فدول اللي فضلوا من معركة المنصورة. لو التبرين نفسه غريب. غريبة يعني. أنت راجل طب هما قالوا بعتنا للخمس دوريات الكبرى. ويعتذروا. طب انشر الإيميلات يا أخي. إحنا مش شعب قصر يا أخي. انشرة. أنا بقول النادي الأهلي علشان يحمي المنظومة دي. عشان مليارات النادي الأهلي اللي هتصرف ما تبقاش هباء. لا على النادي الأهلي أن يطلب دائما إسبوعيا تفسيرات. أكيد. لازم. أكيد. أستاذ محمد حشيش برضو كلمة في الختام؟ يعني بالنسبة طبعا مضوع التحكيم ده يعني طول شرحه. لأنه واضح أن فيه تقبط كبير جدا ما بين الراجل اللي جاي من برة. وبرده يعني قرار اتاخد وما كانش فيه دراسة لأبعاده. أساسا وجود الراجل الأجنبي ده موجود اللي هو يمسك منظومة الحكام. فيه ناس معه وناس ضده وفيه تخبيض جامد. وفيه الراجل اللي طبعا جاي اكتشف أن القصة غير خالص برة. طبعا. كم غير عادي من الحكام. عمره يمكن ما شافهم. يمكن مثلا الحكام اللي عندنا بالعداد. حد ما فيه 4-5-6 بلاد على بعض يعني. هو طبعا ما عرفش حد. مش راضي عن الكام الكبير ده. مش راضي عن الأسلوب كمان اللي هو بتاع. اختيار الحكام الجدد يعني فيه حاجات كثيرة جدا. زي ما قالوا صعصان برضو. عملية التحديد أو الاختيارات مش بتاعته. بقى حد تاني طب. ما هي المشكلة كانت برضو. السنة اللي فات اللي احنا حسينها من ضمن المشاكل. يا ما ضال الاختيارة. طبعا. أكيد. فلما ييجي برضو الراجل اللي احنا جايين بننشد منه ان هو. يعني زبط الحتة دي ما بعيد عن الحتة دي. وواضح انه مش هعملها. طب ايه الجدوة؟ هامل عليك غزبا عنك كابتن. الراجل اخر ملاوه مش عايزين حد جابه الحكام اللي كان بيودها السعوداء. بس. بزبط وصحة للمعمورية على نفسه. القصة صعبة يعني. كابتن محمد حاشيش انا بشكرك شرفتني ونورتني والف مليون مبروك. مبروك علينا كلنا. سيد عسان شلتوت شرفتنا ونورتنا وشكرك دايما في تحليلاتك والف مبروك. ومشهد كان مميز للجميع. يعني في هذا اليوم كانت ليلة سوبر. والنهار اهلاوي الحمد لله وسعيدنا انا مهاج كنت من المقلقين. والصباح سوبر. انا من اقولك وصباح سوبر. باشكر حضراتكم بالتأكيد في الختام على حسن المتابعة والمشاهدة. تغطية خاصة لابطال السوبر. السوبر المصري النادي الالي. ومزيد من الالقاب والبطولات والتاريخ دايما اللي بنراهن عليه بيكون دايما في صالح النادي الالي. شكرا لحضراتكم وللتقي في تغطياتها كلها بطولات يا رب بإذن الله خلال الفترة القادمة. الى اللقاء.